صباح الخير مشاهدين الكرام بهيدي التغطية المباشرة يلي رح تمتد معنا من هلأ للساعة 2.30 وتحديدا لنشرة الأخبار بايفنا بالمحور الأول الباحث والكاتب الدكتور وسيم بزي أهلا وسهلا فيك دكتور بزي صباح النور لحضرتك سيد مارون ولمشاهدي للبي سي دكتور بزي رحنا نبلش معك بآخر التطورات يلي سجلت بمبارحة تحديدا المجزرة يلي حصلت ببلدة أيتو بقضاء صغرتها يعني كانت لافتي من كل النواحي للمرة الأولى يستهدف قضاء صغرتها قضاء صغرتها يستضيف عدد كبير من النازحين من الجنوب من الضاحية من البقاع مبنى سكنة من ثلاثة أو أربع طبقات صوية أرضا معرفنا بعد تضاربة المعلومات ومعرفنا بعد من هو المستهدف إلى حين أنه ظهر أنه شخص من آل فقيه أحمد فقيه كان عم يشتغل بالعمل الاجتماعي أول شي بنا نتوجه بالتعازي وبأحر التعازي لأهل الشهداء اللي سقطوا ونتمنى بطبيعة الحال الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل شو عندك معلومات عن قارة أيتو؟ لماذا أيتو؟ لماذا صغرتها؟ من هو المستهدف؟ ولماذا قيل بالبداية وسربت معلومات خاطئة أنه هذا المبنى مستأجر من قبل أحد مراسلي قناة المنار أولا سازمارون حقيقة لأنه اللحظة هل أتحساسي ولأنه هل أد في دم وفي شهداء ولأنه نحن موجودين بحالي وكأنه مطلوب باكرا ونحن في خضم الحرب إيجاد شرخ بين النازح وبين من يستقبل ويأوي هذا النازح سواء عم يأوي عن كرم أخلاق وعم يفتح له مدارسه ومنطقته أو عم يأوي مقابل أجر أو فيدي وهذا حق طبيعي للناس ما حدا في ينكره حتى لو كان عم بيأجره مجرد فتح هذه المناطق لأبناء اللبنانيين المهجرين هو عمل إنساني وأخلاقي لو كان مقابل بدل مادي وبالتالي العمل كما يبدو وأصبح عم يتبلور أكتر فأكتر مطلوب إيجاد شرخ عميق بين من يستقبل ومن يستقبل وبالتالي هذه الضربة أستاذ مارون تريد بهدف مباشر وأول أن تشعر كل المناطق التي فتحت أبوابها أمام النازحين أنكم معرضون لدفع الثمن ليس فقط بأرزاقكم يا من استقبلتم وفتحت أبوابكم معرضون لدفع الثمن بأمنكم بأرزاقكم وحتى بأرواحكم وهي دا للأسف هذا مشروع خطير مشروع فتنة داخلية لبنانية لبنانية بين اللبناني وخيب الوطن يعني وكأنه عم بتقلي الإسرائيلي بده أنه اللبناني بالشمال ولا بجبل لبنان يلي مستقبل ابن الجنوب يقل له باعتذر منك فل ويلي كان ناوي بعد أنه يأجر يقل لهم أنا ما بقى بدي أجر ليش استاذ مارون يعني حتى نحن نتبه من هلأ ورايح بهاللحظات المصيرية والصعبة كل كلمة عم نحكيها ناس مثلنا أنا وياك بتنحسب علينا بالملي جرام هاي دي مسئولية أخلاقية ومسئولية وطنية وآمن مجتمع وآمن نازحين ودماء غزيرة مظلومة عم تسقط لذلك يجب أن لا يطلق الكلام على عواهله وأنا بفترض أني قدامك وقدام الناس وعلى الالبي سي وبهاللحظة هاي بالذات أي كلمة تنقال يجب أن تكون كلمة محسوبة ليس فقط لاستقطاب جمهور أبدا مش هيدا الهدف الهدف أن نرتقي بهذه اللحظة إلى مستوى التحدي الوطني والأخلاق اللي عم منعيشه دون أي أولويات أخرى شيل خلافات السياسي شيل الصراعات شيل المستقبل الآدم في أولوية حاكمة يجب أن تحكم أداء الجميع الوطنية والأخلاق وبلسمة الجرح إذا أمكن مش أكتر في 23 شهيد من بلدي بتبعد عن بلدي كيلومتر ونص لا بل متصلتان بنت جبال وعيطرون عيطرون اللي دفعت مجزرة عين الدلب واللي هلأ دفعت مجزرة آيتو تصور أنت وكمان هلأ بتذكرك عيطرون دفعت مجزرة تالتي عدد شهد عيطرون حتى الآن بالمجموع يقترب من المئة حوضة 23 شهيد المظلومين لاستأجر واحد من هذه العية الحجازة فقيه عية الموجودة بيناتنا بارح تريقة التسريب للإشاعات لتولتها للأسف قناة عربية تنطق بالعبري ابتداء دائما ينطلق الأمر أمر العمليات ينطلق من هذا المكان والغريب استاذ مارون حتى لما جيش العدو بنفذ عملية اغتيال أول من يكشف اسم الشخصية هو هذه القناة وهذه بفرجيك أي دور وظيفة تقوم به هذه القناة من خلال خطين متوازيين تملكهما خط بقلب الوطن اللبناني بكل أسف له طبيعة أمنية سياسية بتتزود وبتتغذى فيه من المعلومة واضح خط تاني مع جيش العدو وأجهزة مخابراته لذلك حينما ترمى الكذب الأولى والمعلومة الأولى طبيعة الوسط الإعلامي عندنا مواقع التواصل التفلط عدم وجود ضوابط دغري بتغزل القصة على منوال وبتروح باتجاهات متعددة واحد بيعرف واحد من أستراليا قال له بدي استأجربات طلع معكم شفته بالتقرير حكى الرواية بشفافية كاملة سازم لكن يبدو هناك ثلاث حقائق بدأت تتظهر أول حقيقة أنه ليس هناك مسؤولا بحزب الله بالمعنى الأمني أو العسكري اسمه أحمد نمر فقيه هو المستهدف بل هناك حدا يعمل بالعمل الاجتماعي اللي إلو علاءة بالنازحين قريب من هذه العائلات من حيث الانتماء العائلة وطبيعة مهمته ومنه سر أنا مواطن لكل مناطق النزوح بلبنان في مؤسسات اجتماعية تاب على كل الأحزاب العاملة بالبيعة وبغير البيعة الشيعية عم بتزور النازحين عم بتقدم لهم مساعدات مالية وعينية فإذا هذا مشهد أقل من طبيعي أما السؤال التاني لماذا أيته هيدا سؤال بده ثلاث شخصة يعني خلينا بس نوضح أول سؤال أو أول نقطة المستهدف كان مبارحة أحمد فقيه يلي هو يعمل بالعمل الاجتماعي لحزب الله كان طالع على المبنى طبع أيته هاي الرواية اللي أنا شفت على شاشتكن واللي سمعت يعني ما يؤكد من من مصادر أخرى جوهرة أنه الزلم معه فلوس والعالم صارت تقول كمية كبيرة من المال كأنه في غرفة تحكم وسيطرة كانت موجودة بأيته عم بتدير معركة منطقة الشر الأوسط كلها أنا رأعطيك التفسير أكيد هذا الرجل كان موجود وقال بالراوي بتقريركم أنه اللي معه بالسيارة طاروا الأمطار واستشهدوا كلهم هايدي بالرواية بس هو مش ساكن بالمبنى يمكن يكونوا عرايبين وأنه شو المانع أنه يكون فيه ناشطين عم بيجولوا على جغرافيا النزوح باللبنان وعارف أنه هوا أقرباء لا منه ساكن بالمبنى لأنه اللوائح أسماء موجودة وأكيد هذه الأسماء بمكان ما حدا صرب للعدو والعدو بنى عليها معلومة أمنية لكن في رواية أخطر من هاك السيد مارون بتقول أنه هذا المبنى وهذه الجغرافيا وهذه البلد الوادعة بأهله وبمكانها الجغرافيا وبالزعام السياسية الموجودة عند سليمان فرنجية وكانت إطلالة سليمان فرنجية مبارح إطلالة مسؤولة أخذت كل الحسابات اللي إلي علاقة بأمن الناس بأمن أهل المنطقة وبأمن النازحين وبالوعف السياسي الجريئة هو طل انطلاقا من هذه المسؤولية وأعطى اعتبار لكل من هذه الحسابات لكن قلتلك أنا ضرب صغرتها بالذات وما تمثل بالسياسي وضرب النازحين في قلب هذه الجغرافيا أمر لم يأتي صدفي حتى لو كان الهدف شخص مستهدف أمنياً ليش هذه الأطنان لأسقطت 23 شهيد و 6 جرحة ليش ما استهدفوا إذا في وهني صاروا هو وطالع مثلا هو وطالع من البيت عشان هيك الرسالة مركبة يريد يراد أن يكون هناك مجزرة وهذه المجزرة حيث ارتكبت وبالشكل الذي ارتكبت فيه وبالإشاعات التي نسجت حولها وحول ظروفها واللي عملت عند الناس كثير من الأسئلة وردات الفعل يكاد يكون حدث أيته أخطر حدث بكل الضربات التي حصلت للبيعة والنازحين بالرسائل التي يرسلها الآن وإلى الأمام باتجاهات متعددة هذا حدث فريد استثنائي وأبعاده وما يرمى ليبنى عليه لاحقاً خطير وخطير جداً الأمر الثاني أستاذ مارو وهون الكارثة الكبرى هناك معلومات أمنية لبنانية رسمية تقول أنه في هذه المنطقة أكيد في هذه القرية بالذات عام 2006 إحدى المحطات الإعلامية التي ابتعدت نتيجة حرب تموز يومتها كانت استعجرت هذا المبنى في هذه الجغرافية ويبدو أن هذه داتا قديمة لدى العدو من إرث 2006 هي التي دفعته للقيام بهذا الأمر ما بد تفصل أكتر بالإيضاح حتى ما نكون عم منساهم بلعبة الشائعات أو بلعبة خدمة العدو فإذا بنواحد عم بيوزع النازحين بمناطق نزوح وهو قريب من هذه العائلة وليس لديها أي مسؤولية أمنية وبن إنه هذا هدف من داتا أديمي من إرث 2006 وأنا ما بخفيك كثير من داتا 2006 يتم تنفيذه الآن بعد أن استنفذ قسم قبير من بنك الأهداف الذي يملكه العدو والذي صرفه بشكل سريع في هذه المرحلة بس أنا ما بدي إيك أنت تقول أنا بدي أقول يعني تنجرب نوضح للعالم القناة يلي حكيت عنها مبار يلي حكيت عنها حضرتك هلأ من شوي مبار هطلع خبر طلع بيّن أنه خطأ وفيك طبعا موضوع المراسل مراسل من قناة المنار هو من استأجر هذا المبنى مش صحيح هلأ هناك قناة لبنانية الأرجح أنه هي المنار استأجرت هذا المبنى بأيتو أنت عم بتفسر أنا عم فسر أنا عم فسر لك كلامك أنت ما عم بتقول استأجرت هذا المبنى بأيتو واستخدمته قناة المنار أنا أجل كانت في هذه الجغرافية في هذه القرية ويمكن هذا المبنى يكون هدف قديم بناء على وجود قناة ما بالألف نوست طيب من أيتو رح رح روح معك على الشي اللي ختمت فيه دكتور برزي بس في شيء بعد خطير استاذ مغرون فضل منظومة الشائعات التي أحاطت بهذا الحدث والإرباك الإعلام الذي حدث أيتو يعني صح والإرباك الإعلام الذي شاب التعاطي معه والمرور مرور الكرام على 23 شهيد وشهيدة والانتباه أكتر طبيعة اللعبة حكمت هيك إلى الأسباب لا تستدعى الضرب هذا ما عد حدا عم بيطلع ب23 شهيد ما حدا عم بيطلع أنه في عائلات بكاملة أفنيت ما حدا عم بيطلع أنه هذا نموذج مجسد لما يسمى طريقة التعامل مع قطاع غزة هذه واحدة من أهم تجسيداته على أرض الواقع لبل هذا نموذج الحضارة الغربية يطبق على لبنان بالسلاح الأمريكي جريمي موصوفي أبادت خمس عائلات فقط لأن العدو قرر أن يشتبه بشخص أو أن لديه هدفا قديما قرر أن يتسلى به الآن هذه هي حضارة دانيال هاجاري هذه هي حضارة كل الناطقين الذين يتكلمون عن بلاد السمن والعسل لهي موئل الحضارة الغربية في منطقتنا هذه هو النموذج بكل أسف اللي شفنا أنا رحكمل أنا وياك بس بدي أقرأ معلومة عم تقطع على الهوى هلأ من الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفرات الإنزار تدوي بكريات شمونة وبلدات عدة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان هذا الموضوع معي اللي صار مبيرحة بعض الظهر مع المسيرة رح يكون له حصة كبيرة بهذه الحلقة كمان هناك معلومة بتقول أنه هناك كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم آسم بعد ظهر هذا اليوم ما بنعرف إذا الموضوع هاي بتكون الإطلالة التالتي على التوالي هاي بتكون الإطلالة التالتي من بعد اغتيال السيد حسن نصر الله صح رح في شي مرأته أنت وعم تختم مسألة آيتو بتقلي أنه قد يكون العدو استنفد بانك الأهداف يلي عنده رح روح من هاي دي المعلومة على محاولة اغتيال الحج وفيق صفا ببيروت هذه المحاولة يلي فشلت ولم يقتل يستشهد وفيق صفا يعني قلتلي استنفد بانك الأهداف كنا قبل محاولة اغتيال الحج وفيق صفا عمليات الاغتيال كانت عم تكون بوتيرة أسرع يوم أي يوم أي أو يوم أي يوم لا عم نشوف اغتيال لقادة الصف الأول بالمقاومة لما بتجي هذه المحاولة وبتفشل شو يعني أولا سازمارون في مجموعة عبر ودلالات يمكن قرائطة بمحاولة الاغتيال بين مزدوجين لأنه دائما ليس هناك تأكيد رسمي من حزب الله أنه الحجوة فيه استهدف وماذا حدث معه على ضوء الاستهداف أكيد كمان التقارير الأمنية اللبنانية مش عم بتكل أنا لما حكيت عن أي طول معلومة نسبتها لتقارير أمنية لبنانية أكيد إذا كان الحجوة هو المستهدف فيه أربع ملاحظات أساسية بهذا المشهد أولا استهداف مدينة بيروت بغارات جوية كان صار فيه حالتين حالة اغتيال مستهدف على الكولة وحالة الاغتيال لأعضاء الهيئة الصحية والحالتين بصواريخ موجهة على طوابق محددة أما بضربة بيروت بالجزء اللي إله علاءة بفتح الله تم تدوير مبنيين بالكامل وبالجزء اللي إله علاءة بالنويري ضربت ثلاث طوابق الأول والتاني والتالت بصواريخ موجهة يمكن من طائرات F-35 على الأرجح مش من مسيرات على طريقة اغتيال صالح العاروري بالتحديد يعني هايذا النموذج أول شيء استهداف مدينة بيروت بغارات تاني شيء سقوط 22 شهيد مدني الغريب إنه العدد نفس آيته صاروا بآيته 23 هاي اتنين ثلاثة أول عملية اغتيال تفشل بتحقيق هدفه وهذا تحول نوعي بمصار عمليات الاغتيال فإذن قلنا بيروت عدد الشهد المدنيين فشل عملية الاغتيال أربعة العدو حينما اكتشف أنه لم ينجح بالوصول إلى هدفه كانت بعده بس القناة 12 اللي عم بتسرب وهني هون عملوا استدراك بالتسريب لأنه كل تسريب بعد الفشل يحسب عليهم وليس معهم ليش استهدفتوا منطقتين وحدة بالنويرة وحدة بفتح الله هل يعقل أنه مثل ما قالت القناة 12 كان في شك بأنه قد يكون في أحد هذين المكانين إمتوا أبدتوا المكانين بالكامل على مبدأ الشك أيها الأخلاقيون والإنسانيون يا أصحاب الحضارة والمدنية أنتوا والغرب اللي عم يعطيكم وسائل القاتل الأمر الخامس استاذ مارون بما أنه مسلسل النجاحات تاريخي سيطبع في ذاكرتنا بين 17 أيلول و27 أيلول هذه العشرية تبقى دائما محط تأمل وتفكير كيف أراد العدو من خلاله أن يكوي وعينا أن يضرب حزب الله بمنظومة الصدمة والظهول وأن يجعل الجسد يسقط هول عشر تيام 17 27 أيلول يجت عملية بيروت اللي عم نحكي عنها إعلان فشل فإذن دائما على قاعدة نظام الاتصالات اللي هو عم يحكم حركة العدو والتتبع بما يسمى التتبع التقني فشلوا هالمرة إما بإرادة الله أو أنه الشخص غير موجود أو أنه موجود وأصيب أو أنه لأول مرة الإرهاق الأمني لوصلت إليه معلومات العدو بدأ يأخذ وصفة الفشل لأول مرة وهذه لحظة تحول ليش فيه بالغرب السيد مارون منظم شهيرة إلى طبيعة أمنية استخباراتية اسمها الفايف آيز هذه منظمة الفايف آيز هي تحالف أمني استخباراتي لخمس دول في العالم نيوزلندا أمريكا بريطانيا كندا أستراليا هذه مجموعة الفايف آيز هذه المجموعة أكبر جهاز في العالم متحكم بالداتا وبالإطباق الأمني السيبراني الإلكتروني الاستخباراتي وهن اللي عب يقودوا هالحرب مجموعة الفايف آيز والإسرائيلي ليس أكثر من منفذ وأحيانا لا يكون هو المنفذ هذه المجموعة لديها قدرة بدقيقة واحدة على هضم ملايين الرسائل بالعالم بناء على كودات معينة إذا مرع إسم مارون نصيفه بيكون معتمد ككود تلقائيا بس يتدم تداول إسمك بأي مقابرة بيتحول على جهاز تاني لاحقا تفلتر هذه المعلومات وتذهب بسياقات متعددة بإطار التنفيذ كل عمليات الإغتيال المستهدف إستاذ مارون حصلت من خلال هذه القاعدة وهذا الجهاز الأهم بالكرة عمل إطباق على الكرة الأرضية كلها بيطلع لبنان حد إمكاناته جرم صغير وبالتالي هذا الفشل هو فشل أول مرة لكل هذه المنظومة لكن في ملاحظة هم أنه باستهداف الحج وفيق بالذين بالمناسبة الحج وفيق اسمه فعلا رئيس وحدة الاستطلاع والارتباب بالحزب هو وسيل التواصل هو ناقل للرسائل ولا يتولى أي مسئولية أمنية بعنى المباشر لكن وان أهمية استهدافه أنه يشكل بمكان ما عنصر الربط بين عالم حزب الله الكبير وأجهزة الدولة اللبنانية خاصة ببعديها الأمن والقضاء والرسم وبالتالي من ضرب هنا يريد أن يؤسس برسالته لقطع قادم يريده بين الحزب وبان الدولة من خلال البعد الأمني دكتور بزي رح كمل أنا وياك حوار ممتع وشيق معلومات يعني أنت ما بتقرأ بس نحن يعني منحب نسمعك لأنه عطول بتعطي معلومة ولكن بهذا الموضوع بموضوع الحجبة في أصف رح كمل معك ولكن بدي روح على آيتو لنشوف آخر المعطيات اليوم من آيتو مع زميلتنا بيترا أبو حيدر يلي موجودة فوق بيترا يعطيك العافية شو آخر المعطيات اليوم هل انتهت عمليات رفع الأنقاض هل انتهت عمليات رفع انتشال الجسس برحة مسؤول الدفاع المدني بالمنطقة كان عم يحكي انه بعد فيه مفؤودين مفؤودين أو ثلاثة كانوا بعضهم مش معروف مصيرهم نعم مارون كما ذكرت نحن ما زلنا في قرية آيتو في قضاء صغيرة التي تعرضت يوم أمس لاعتداء إسرائيلي أتى على أحد المنازل هنا في بلدة آيتو وسواها أرضا هذا المنزل هو مؤلف كما بات معلوما من ثلاثة طوابق طابقين فوق الأرض وطابق أرضي في الطابق الأرضي كان يستأجر عدد من النازحين من أهالي الجنوب في هذا الطابق بحسب صاحب المنزل إليا الوين فأن عدد الذين استأجروا هذا المنزل هم ثمانية أشخاص وليس ثماني عائلات بحسب ما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه مع مرور الوقت ارتفع عدد هؤلاء الأشخاص إلى ما يقارب إلى فوق العشرين شخص بسبب يعني استدعاء عدد من أقاربهم وإليا الوين صاحب المنزل قال أنه نحن في ظرف دقيق وفي وضع إنساني ولم نقول لأي أحد أو نمنع أي أحد من القدوم إذا كان فعلا هذا المنزل سيكون لهم مكانا آمنا في هذه المنطقة وأشار أيضا للألبي سي آي أن عدد من هؤلاء النازحين هم من المسنين الكبار في السن من بلدات عدة ومن عائلة حجازي تحديدا ومن تواصل معه هو شخص من أستراليا قريب ليس قريب له صديق له وطلب منه أن يأوي أو أن يستقبل أهله من آل حجازي في منزله وهذا ما حصل إلى أن وذلك بحسب رواية تصاحب هذا المنزل إلى أن يوم أمس أثى إلى المنطقة بحسب معلومات طبعا إليا الوين أثى إلى المنطقة شخص يدعى أحمد فقيح وهو ربما مسؤول في حزب الله أو لا نعلم إن كان فعلا في حزب الله أو في تنظيمات أخرى أتى إلى هذه المنطقة بهدف الإطمئنان على النازحين هنا وكان له جولة أيضا في عدد من المناطق المحيطة في منطقة آيتو وربما كان يريد مساعدة النازحين لأنه بعد هذا الاستهداف أهالي المنطقة وتحديدا صاحب هذا المنزل كان أكد لنا أنهم عثروا داخل سيارته على الأموال ربما كان يريد أن يعطي أهالي القاتلين في هذا المنزل الأموال ومساعدتهم هذه هي الرواية ولكن فيما يتعلق باستهداف عندما كان أحمد فقيح في الجوار تم استهداف المنزل وتم تسوياته أرضا عدد كبير من الشهداء أصبح بحسب آخر تحديث للصليب الأحمر اللبناني 23 شهيدا وستة جرحى نقلوا إلى المستشفيات طبعا المحيطة بهذه المنطقة بحسب المعلومات أيضا أن أحمد فقيح وبحسب دائما رواية أصحاب المنزل لم يكن مستأجرا لديهم وإنما كان في زيارة وتم ربما استهدافه شخصيا وسيأبت أنه موجود في هذا المنزل فيما يتعلق بالاستهداف مارون لنكون دقيقين جدا يعني الإعلام الإسرائيلي عادة عندما ينفذ عملية اغتيال أو عملية معينة لأي من الشخصيات الحزبية وخصوصا شخصيات حزب الله يتبنى هذا الموضوع وينشر عبر تويتر أو عبر موقع الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية دقيقة واستهدف فيها شخصية معينة من حزب الله ولكن هذه المرة لم يكن هناك أي تبني ولم ينشر جيش العدو الإسرائيلي أي خبر من هذه الأخبار حتى أن حزب الله لم يعلق حتى هذه اللحظة على الموضوع وبالتالي هذه هي تبقى رواية صاحب المنزل ورواية كل الأهالي الموجودين هنا ولكن ليس هناك تأكيد رسمي أقل له من الجانب الإسرائيلي أو من جانب حزب الله فيما يتعلق بالاستهداف تحديدا أما فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية فعلا التي شهدتها هذه البلدة يوم أمس يمكننا أن نرى بعدسة الكاميرا فعلا حجم الدمار الكبير الذي خلفه هذا الاعتداء منزل بالفعل كان مؤلف من ثلاثة طوابق سوية أرضا يمكننا أن نرى يعني كمية الردم الكبيرة الموجودة في المكان معالم المنزل اختفت بالكامل يمكننا أن نرى أيضا أغراض يعني أصحاب المنزل على الأرض مارون يعني هذه أغراض شخصية لا تعود لأن لأن نازحين إنما تعود لأهالي المنزل يعني كان يتحدث لنا بغصة أنه أتى فعلا هناك شهداء والوضع مأساوي جدا ولكنه لم يتمكن من إخفاء دموعه خصوصا أن هذا المنزل يعني كان يبنيه بالشبر والندر كما كان يقول لنا وهو يبكي فعلا اليوم كان يبكي عبر شاشة الـ بي سي آي ويقول أن هذا المنزل قضيت سبع سنين عمروا بالشبر ونقدروا جمع مصاري وإجي حطهم بهذا المنزل كثير صعب أنه تشوف منزلك وأغراضك وأغراض ولادك دفاترهم ألعابهم كلها تحت الركام عم نشوف كيف الثياب منتشرة على الزيتون على أشجار الزيتون على كل الأشجار المحيطة أيضا يعني مارون يوم أمس بمنتصف الليل فجرا إذا جاز التعبير انتهت عمليات رفع انتشال الشهداء وأيضا نقل الجرحة إلى المستشفيات وغادرت فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني هذه النقطة وبحسب آخر تحديث وآخر حصيلة ربما هذه هي الحصيلة النهائية 23 شهيدا و6 جرحة من ضمن الشهداء هناك اثنين يعني قدموا إلى المستشفى أشلاء وأيضا وزارة الصحة تقوم بفحوصات الـ DNA لتحدد هوية هؤلاء ولكن عملية رفع الأنقاض ما زالت مستمرة يمكننا أن نرى بعدسة الكاميرا كيف أن الجرافات في هذه الأثناء تقوم برفع الأنقاض في هذا المنزل المحيط لمنزل إليع الوين هنا أود الإشارة مارون إلى أنه ليس فقط هذا المنزل تضرر إنما عدد من المنازل هذا المنزل الذي نراه في هذه الأثناء هو منزل شقيق إليع الوين إذا بدنا نوصف المشهد أمامنا هذا الحي هذه البقعة من المنطقة في أربع أو خمس منازل كل عائدين لعائلة واحدة هم أشقاء يعني أشقاء لإليع الوين تضرروا يعني بشكل نسبي وأصيبت كمان ولدته لإليع الوين يلي سكني عندك بهذا البيت يلي كنا هل عم نشوفه حضرتك خيولة إليع الوين بيتك أيضا تضرر هلأ عم بتم رفع الأنطقة بيت ها أهلي أمي كانت عاضي هون وروحة إجراء هلأ كيف صارت عند عملية اليوم أنت كنت هون اي كنت أنا عند خيية تاني هون بيته به المنزل اي بس من هناك وطلع الانفجار هيدك المنازل يعني متضررة بس مش متل أكتر شي أكتر شي إجا إجا تضغط هيك طب اليوم معليش خلينا نحكي بهذا الموضوع اليوم الكل عم بيتخوفوا أو كل الأهالي عم بيتخوفوا إنه إذا كان فيه نازحين موجودين عنا بمناطقنا هل رح نتعرض لشي يلي تعرضتوله تعرضوله قال علوان اليوم بهيد المنطقة شو تعليقك على هيدا الموضوع تحديدا نحنا المسيحي فتحنا بيوتنا واستقبلنا النازحين وقلبنا طيب يعني متل ما بيقولوا وكل هلأ أكيد الكل بقيته خافوا كل اللي عندهم نازحين أكيد بدون يشيلون أو يبعدون لأنه في هيك جاو بقيته هلأ في خوف ايه في خوف لأنه متل ما شفت في خوف وكلهم متخوفين إنه لا يجي مرة تانية حدا ويصير شي نفس اللي صار معنا هلأ أشخاص يعني اليوم طلبوا من النازحين مغادرة المنازل أو ما عندك معنومات؟ هلأ أسه ما شفت حدا بس الجو بيقول هيك يعني الجو بيقول هيك بس إذا شيلون ما شيلون ما بقدر إليك هلأ ما شفت حدا أسه بس كله خايف كله خايف وإنت قدرت تشوفه لرجل يلي إجا يعني عم ينحك بي اسم أحمد فاقي إنت شفت له أنه كنت هون؟ نا كنت بس كنت هونيك يعني مش كنت معهم يعني إلا ما شفتوا أنا ما عندي فكرة عن مردو يتردد عادة عالم إلى هذه النقطة غير أنا بيتي هون وأنا بطلع لعندهم وأنا بطلع بعد معهم ما يوم إجا حدا لعندهم غريب وهني ختيارية وكبار يعني ما في ونسوين وولاد صغار يعني ما في هال ما في إنو هالشباب يعني وشغيلي كلهم متلنا بيشتغلوا وهيك مش إنو بحسوا أنا إنو مقاتلين أو شي بالحزاب أو ما بتصور لا شكرا لإلك وإلا يعود عليكم طبعا ويرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى عم نشوف الجيش لبناني موجود أيضا على الأرض كمان عم نشوف في تضرر بعدد من السيارات ربما أربع سيارات اثنان لصاحب المنزل واثنان لي أشقائه مثل ما كنا عم نقول أنه هون في منازل عديدة لا أشقائه لا إلي في هذا الحي جميعها أيضا كلها تضررت فعلا هو يعني المنزل تضرر بشكل كامل هذه هي الصورة يعني بتحكي لحالة مثل ما بيقولوا مارون الركام على الأرض طبعا فيه أشغال الجرفات تعمل بهذه الأثناء لرفع الأنقاض إذن هذه هي الصورة من بلدة أيتو طبعا سنكون معكم برسائل لاحقة فور ورود أي جديد شكرا لإلك بيترا أبو حيدر من أيتو وتعزين الحارة لأهالي الشهداء شهداء من آل إحجازية ومن آل فقيه من عيطرون ومن بلدات الجنوب أكثر من عيطرون أكثر من عيطرون صح إني جالي كبيري بأستراليا أصلا كل عملية التواصل لاستئجار البيت صارت عبر أستراليا بس ثلاث ملاحظات مهمة بخلفية تأريرون أول ملاحظة أن العدو لم يعلن رسميا عن تبنيه للعملية اثنين أن رواية أحمد فقيه تم تبنيها بناء على تسريب إعلامي وليس بناء على حكي إسرائيلي رسمي ثلاثة أحمد فقيه الشهيد الآن أصبح هيرو وكأنه هو القائد الحقيقي لمنظومة التحكم والسيطرة لدى الحزب ومن آيتو وقعد بآيتو شوف المضحك بالرواية أربعة أن من يستقبل النازحين في هذه الجغرافية أصبح قلق على مصيره إزاء ما جرى وهذا حقه وبالتالي كل ما أراده العدو من خلال عدم التبني من خلال تسريب اسم وتضخيم الرواي من خلال ضق الإسفين عمليا وبكل آسف مع الثلاثة وعشرين شهيد قد نجح بإيقاعه وهذا يبنى عليه لاحقا هيدا ما صار فتح استاذ مارون هي نقطة البداية فيه وهيدا بفرجيك مأسسة ما هو قادم من تحديات داخلية وعبوات وقنابل موقوطي هي لإفتي دكتور بزي لأنه كانت عم تستهدف مناطق ديربلة بالباترون ولكن الحي هو حي شيعي المعيسرة بكسروين هي الحي شيعي راس قصة بشبال ضيعة بلدي شيعية الآن علناً ولأول مرة بغيط بلدي مسيحية المبنى مستأجر من قبل جنوبيين يعني أكيد هيدا أول عملية من هيدا النوع لازم موحد يتوقف عنده وعند تداعياته جداً وهيدا بفرجيك أنه المخاطر القادمة التي سيبنى عليها من يتولون أدوار وظيفية بعالم التسريب وهون بدك تشوف الأهداف الآنية المتوسطة والبعيدة وأي تحدي وطني وأخلاقي قادمون عليه نحن اللبنانيون في هذه اللحظة الصعبة من تاريخنا بكل أسف بموضوع قبل ما نروح معك على الميدان على المسيرة على كل شيء عم بصير على اليوم على مبارحة مطار بينجوريون يلي شلت فيه حركة الملاحة بعد عندك شيء بموضوع الحجوة فيك كنا عم نحكي فيه ورحنا لعند بيترا كمان قلت أنا انتبه في أوجه شبه كثيرة بين عملية بيروت وعملية أيتو من عدم التبني الرسمي من توتر وعدم تبنيه للعملية بالطريقة التي سبقتها من عمليات وأيضا مجموعة الرسائل أهل بيروت ما بدنا ننسى أنه بيروت حاضنة سنية بالأساس تبهون أوجه الشبه أنت عم بتقول أيتو حاضنة مسيحية بالكامل صحيح أنه بيروت مدينة مختلطة بس الواجهة العامة التاريخية لمدينة بيروت هي واجهة سنية بكل أسف هاوضي عم نحكيهم بواجهة أستاذ مارون لأنه نحن لن نطائفيين ولا بتربية طائفية لكن هكذا يستثمر العدو بالواقع ويرسم للرسائل التي يرسلها اتنين أيضا يريد أن يقول لأهالي بيروت أنه النزوح الشيعي بين ظهرانيكم أصبح خطر على بيوتكم وأرزاقكم وأبنائكم ثلاثة بالسياسة حكينا عن رمزية الرجل كحالة وصل بين الدولة اللبنانية ببعد الأمن والقضاء وحتى السياسة ببعض الملفات وبين حزب الله يراد لهذه الوسيلة والأدوار التي تؤديها وما هو آت لاحقا بكل شي عم نقوله هلأ نقول ما هو آت لاحقا لأنه يبدو أن الذي ينتظرنا أعظم على ظوء ما سرب من كلام للسفيرة الأمريكية ليزا جونسون واللي أنا بدي علق عليك كلام مسرب وليس رسمي بأنه جهزوا حالكم استعدوا لمرحلة ما بعد حزب الله هذا عنوان كبير بفرجيك أي استثمار يعول عليه الأمريكي معلومة أخيرة استثمارون بتأكد أنه كلام السفيرة الأمريكية لم يأتي من فراغ مقال كبير نزل بالبوليتيكو بالتحديد هيدا المقال عن ما يجري في لبنان حاليا وعن الاستدارة الأمريكية التي غطت العملية الأخيرة نحو لبنان بتأكد البوليتيكو أنه في مسؤولين أمريكيين على الأقل متورطان ببوليتيكو وموجود المقال ومترجم وترجموا موقع 180 بوست ترجمتوا مونة فرح لبنان اللي بحب يطلع عليه مسؤولين أمريكيين على الأقل متورطان في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الاستدارة نحو لبنان هم أموس هوكشتاين بكل أسف وبريث مكر مسؤول ملف الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي هيدا بيعطي قوة زخم إضافية لهذه العملية باتجاه لبنان لكن شو الأهم ساذ مارون بالنسبة لإلنا نحن الأبعاد السياسية القادمة لهذه العملية إذا فشلت أو إذا نجحت إذا فشلت شيء وإذا نجحت شيء تاني وبدك بنحكي مطولا بهذا أبل ما روح على الميدان رح نروح بسرعة في غارة بما يفادون لعند زميلتنا رانا جوني لنشوف شو الوضع عند اليوم بمنطقة النبطية نهارك سعيد رانا ويعطيك العافية شو عم بيقولولنا في غارة بمنطقة ميفادون شو الوضع نعم يعني مارون قبل ضفائت من الآن كان هناك غارة تليم على بعض أمطار قليلة مما أنا أقف الآن بين بلدة ميفادون وزوتر الغرضية يعني هذه الغرارة تكاد لا تتوقف منطقة النبطية منذ الغرارة متواصلة ومتكررة وجديدنا مارون أن باتت تسابق المتاجين حيث نتزل مجدفين يعني نحن الآن في أمام المنزل الذي ذهب ضحياتي دكتور حسين خلاوي وعائلاتي فيما نجت دوجتي بأمطة من هذه الغارة التي سوت من زي لهم بيئة الكامل كما هو يفضل في أسطور حيث المنزل يعني ركام يعني هنا كان يوجد أحسين هو الدكتور صيدلي مع عائلته المؤلفة من أربعة أربعة أولاد وزوجته استشهد خمسة من هذه العائلة ونجت الزوجة وهي تلقت حاليا بطبيعة الحال في المستشفى في مستشفى النباطية الحكومي لطلق العلاج أيضا كان هناك مصدر فجر اليوم في بلد جردوع وذهب ضحياته أيضا عائلة بكاملها عائلة محمد شور والمؤلفة أربعة أشخاص وبالتالي بات تواضحا أن بونك الأهداف العدو يستهدف الفرش هذا هو البونك الأهداف الفرش الدفاتر الأولى حتى الألواح الشمسية نرى الكتب هنا يعني الكتب كل مقونات المنزل غريفة جدا وأصفرات عن هذا لكن يعني ردائط الصوت ما عم نسمع شيء نحن ولا المشاهدين عم يسمعوه رح نرجع لإلك عندما عند توفر الاتصال بشكل جيد كمان بالرسالة هاي في مجموعة ليش النبطية أنا بدي أسألك قبل ما أنت تعلق ليش هالتركيز على النبطية ومحيط النبطية يعني في منطقة عم تنمحها للأسف في ذاكرة عم تنمحها حتى أبعد من أنه عم يمسحوا جغرافيا وديموغرافيا عم يمسحوا ذاكرة عم تحكي عن النبطية عاصمة محافظة واحد اتنين السوق التجاري بالنبطية تاريخيا يمثل إرث أساسي لجبل عامل تلاتي هذا المكان بالذات إحياء ذكرى عاشراء لقرون مضت بتمفي هذه الأرض المعالم الأديم التاريخية للسوق الأديم بحجارته التي تتكلم بروح التاريخ اللي بيحمله تمثل حالة اقتلاع متعمد لهذا التراث كما اقتلع سوق بنت جبال عام 2006 لهي مدينتي واللي أعيد إعماره لكن بالنهاية المعنى التراثي الأديم له خصوصياته حينما تقتلع التراث السيد مارون لما بتبعث غارة طيران لتدمر السوق الأديم بدون أي أهداف عسكرية هيدا بأشرك على الأبعاد الثقافية للمعركة أنا بدي روح معك أبعد وبيدي أقول الأمور مثل ما هي بإطار القراءة هل سيهجر بإطار القراءة ليش أنا اللي رح أقوله رح أبرر ليش سؤالي لما يستهدف سوق النبطية ويمحى عن بكرة أبيه هذا السوق مثل ما قلت فيه إرس ثقافة بس فيه جانب ديني أكيد عشرائي المسيرة تسير مسيرة العاشر بهذا السوق وصولا إلى الملعب يلي بيصير فيه تمثيل استشهاد الإمام الحسين صح بتجي بالتزامن يعني قبله بنهار أو نهارين يعني يتم تدمير المسجد في يارون وبعد سوق النبطية بيومين أو بيوم يتم تسجيل تفجير أو استهداف المسجد في الظهيرة أحسن يعني يعني مسجدان وسوق النبطية وما لهم الرمزية أصبحنا يعني مش بحرب ضد حزب الله أصبحنا بحرب لاقتلاع طائفة من أرضها من بلدها لا بس بالأمثل اللي اعطيتها خلينا نوضح مسألة بالمعيار الوطني والأخلاقي أنه بلدة الظهيرة الحدودية هي بلدة سنية مقاومة من سبع قرى موجودة في منطقة القطاع الغربي هي يارين ومروحين والظهيرة وإم التوت والبستان سبع ضياع من أبناء هذه الأرض الموجودين يقابلها من ناحية العدو منطقة عرب العرامشي التي ظاق العدو فيها بلاء وعدوانه على المواقع الدينية سواء كانت كنائس أو مساجد أو حسينيات هو جزء من الحرب على التراث وعلى الأخلاق وعلى القيم وهذا تجسيد لمنطق نتنياهوس موتريتش بنغفير طبيعة الحرب القادمة السيد مارون لكل السعداء الذين يطبلون ويهللون لما هو قادم هي حرب اجتثاثية لذلك لقلته عن النبطية صحيح لقلته عن الظهيرة صحيح لقلته عن جامع يارون صحيح لممكن قوله عن تهجير أهالي طنبوريت المسيحيين بالأمس وهلأ كان التأرير كون عم تعرض أيضا صحيح جرجوع أصلا المستهدف لصرفية ميزرة هي بلدة مختلطة شيعية مسيحية أهالي عين قبل كانوا عند البطرق مبارح أيضا مهجرين وبالتالي من يعتقد مخطئا أن هذه الحرب بأهداف القادمة العميقة والبعيدة قد تميز بين لبناني ولبناني بين طائفي وطائفي وأن الاكتفاء بإعلان المسالمة والدعوة المقدسة لتطبيق الألف وسبعمية واحد قد تغير من الأهداف الإديولوجية لهذا العدو هناك قصور إما متعمد أو عن جهل بفهم الأبعاد العميقة لهذه الحرب التي تشن الآن على مستوى المنطقة الملك الأردني استاذ مارون في هذه الأيام بالذات يعيش قلق شديد من إمكانية فوز دونالد ترامب بالانتخابات ويراهن بأمل على فوز كاميلا هاريس لأن كل هذه الأوطان اللي بمثل لبنان جزء مننا الآن هي في خطر وفي عين مهداف هذا المشروع لأردن مصر سوريا لبنان ويمكن لاحقا تركيا والسعودية وإيران المشروع هل أد اجتثاثي وهل أد طموح وهزيمة هذا المشروع بقدر ما يعول البعض على اللحظة القادمة بين النصر والهزيمة في خيط رفيع أو أشي واحد من هذه الخيوط الرفيعة هو مشهد المسيرة لضربة بن يمين وبالتالي أيها اللبنانيون نحن كلنا شاكرين كل مواطن لبناني ضحى بأمانه بأمنه وقدم وطنيته كحالة حاضنة أنا بدعي الآن لوضع كل الخلافات السياسية جانبا مبارح أنا سمعته للدكتور جعجع بالليل على إحدى المحطات منطقه السياسي ما تغير ما في مشكلة سازمارون أنه يكرر أدبياته السياسية لكن أعطى أولوية لموضوع معالجة وضع الناس فليبقى الرهان على الجزء الملآن من الكوب أنا لم يستفزني الدكتور جعجع لكن اللي استفزتني حقيقة إدارة الحوار مقابل الدكتور جعجع اللي كان فيها شماتي كان فيها تشفي كان فيها استصمار بالدم كان فيها استباق لما هو قادم ورهانات مكشوفة بكل أسف لدرجة أنه اختتمت المقابلة بسؤال أراد أن يسحبوا فيه للدكتور جعجع لمكان يسيء فيه لإله هل تعتقد أن الذين كانوا يغتالون قد اغتيلوا الآن أو من كان يغتال قد اغتيل بكل أسف هيدا تشفي لا يجوز بهكذا لحظات وهيدا بمثل إساءة للكل أكثر ما هو قدرة غرائزية على فعل الانتقام والتحالف مع الأعداء بكل أسف رح روح معك على المسيرة بين اليوم صفرات الانزار بكريات شمونة وعدد من بلدات القطاع الشرقي مبارحة مطار بينجوريون توقفت فيه المليحة وشفنا الصور على الهوى مباشرة من قلب داخل الإسرائيلي كيف بمحطات القطار نيمين بالأرض تركين الشنات مغمضين عيونهم يعني في حالة هلع كان وأول تمبارح المسيرة يلي أصابت خدعت الدفاعات الجوية وقيل كتير عن هذه المسيرة أنه هي جيل جديد غير يلي كان عم يستعمل السؤال بهيدا المشهد كله لماذا تأخر حزب الله كي يوجع الإسرائيلي حقيقة سيد مارون كمان هيدا الأمر يعني بده إيجابي تنحو نحو الواقع بمحاولة فهم حزب الله حزب الله حينما دخل بما سمي بمعركة الإسناد لمدة سنة كان يدرك عميقا كل هذا الذي أعد ما قبل سبعة تشرين الأول وكان يتجهز له العدو على مدى أكتر من عقد من الزمن يعني كشف مؤخرا بالإعلام الغربي أنه قصة الخرق بأجهزة اللاسلكة عمره من الالفين وخمستاش في حين أنه الخرق بالبيجرات التي تعمل على بطاريات الليتيوم عمره تقريبا من الالفين واثنان وعشرين خط التنوفة الذي تدرب عليها جيش العدو والتي أعد أفيف كوخابي آخر رئيس لأركان هذا الجيش أبل هرتسي هاليفي كل المناورات التي جرت وقام بها جيش العدو أفق واحد أفق اثنين أفق ثلاث أفق أربعة وغير على مدى سنوات وسنوات كل هذا الإعداد والتدريب لم يكن لقطاع غزة كل هذا الإعداد والتدريب لم يكن للضف الغربي كل هذه الاستعدادات التي عمل عليها على مدى سبعة عشر عاما كانت تعد لجبهة الشمال وبالتالي هذا الإطباق الاستثنائي بالبعد المعلومات السيبر التقن الإلكتروني أصلا كان معد للشمال وهذا التركيز الاستثنائي من قبل جيش العدو وخطط الاستراتيجي على الشمال هو الذي سمح للمقاومين الفلسطينيين ولحركة حماس رغم معركة 2008-2009 ومعركة 2012 ومعركة 2014 ومعركة 2021 بقطاع غزة رغم هؤلاء المعارك ما سهل على حركة حماس الاستفادة من عامي 2021 لـ 2023 لما صارت سيف القدس وامتنعت حماس عن المشارك فيها ووضعت كثير من علامات الاستفهام الذي سهل لحماس أن تنجح بضربته وبعنصر المفاجأة وهذا الانشداد الاستثنائي لجيش العدو نحو جبهة لبنان وجبهة الشمال على هذا الأساس استاذ مهرون كل اللي عم تتفضل حضرتك وتسأل عنه لماذا حزب الله خزن هذه الأوراق هو دخل إلى جبهة الاستثنائي بـ 18 الاول بـ 11 الاول وهي ذا تاريخ يجب أن يتم فحصه جيدا باجتماع لمجلس الحرب كان بعضهم ازن وغانتس أعضاء فيه بفوت يوقف جلانت على الاجتماع ويطرح بعد ثلاث أيام هيدا بيرسم كل اللبنانيين اللي عم بيقولوا لو لم نذهب إلى جبهة الإسناد وهذا تسخيف رؤية للنظر إلى المعرض يطرح الاستدارة نحو لبنان جبهة الشمال فتح الاجتماع قال لهم أنه هلأ الفرصة مؤاتي لضرب حزب الله وتحقيق عنصر مفاجأة قاتل عليه جلنت بذاته لرفض كان عم يرفض مؤخرا هذا الخيار قبل ما يرجع يتبنى هو اللي طرح الفكرة والذي عارضها في حينه نتنياهو وأيزنكوت وهذا بيعطيك انتباع أي وقع كان يمكن أن يحدثه العدو لو ذهب إلى تطبيق كل ما كان حذره من مفاجآت في حينه ودفعة واحدة أنا شو بدي أقول من خلال هذا رد على سؤالك حزب الله أراد من الأساس أن يحيد الواقع المدني اللبناني والمؤسسات من حرب كبرى لم يكن يريد ويسعى إليها دفع ثمن أكتر من 450 شهيد بان 28 الأول وقرار الاستدارة نحو لبنان لما أرر العدو يستدير فيه ولازال حزب الله حتى هذه اللحظة يقنن بإدخال أوراق القوة التي يملكها بس غريب على رغم كل ما حصل مع حزب الله وعلى رغم كل الارتيالات وصولها يا سيد نصر الله أنا مني حزب الله بالمعنى التنظيمي للكلمة لكن أنا واحد من هذه البيئة متابع لي صداقات وأدعي أني أحاول أن أفهم هذا العقل كيف يفكر هل أدح ضد القصة أستاذ مارون أنا باعتقادي الشخصي أن حزب الله لا يريد أن يرد غرائزيا لا يريد أن يرد كرد تفعل لا يريد أن يكون مدفوعا من الخبثاء الذين يريدون أن يضعفوا إدارته لمعركته بناء على حساباته حتى يعني استشهاد سماحة السيد لم يكن دافعا لحزب الله لكي يتخلى عما يملكه من أوراق دفعة واحدة أنت أعلنت قبل شوي أنه عندنا بعد ظهر اليوم إطلالي تالتي لسماحة الشيخ نعيم قاسم هيدا شو بيشير أنه حزب الله رغم الحادث الجلل وغير المسبوع باستشهاد سماحة السيد عظ على الجرح تعمد إلى معالجة اختلال التوازن الذي تعرض له والضرب القاسي انتبه في فرق استزمارون باللغة العربية بين الضرب القاسي والضرب القاسم الأمريكان والعدو أرادوا لهذه الضرب أن تكون قاسمة الضرب كانت قاسية لكنها لم تقسم الظهر وعلى هذا الأساس الحزب بسرعة لم حاله أعاد منظومة التحكم والسيطرة أنا انطلاقا من ما سألت حضرتك إذا بتحط بالأول بداية استزمارون عنا الحاف الشمالية أول شي لأنت قلت اليوم عم تتعرض لإطلاقات عنا المستوى التاني نهارية عكا صفد وعنا صفد عكا حتى نرتبه صح وعنا المستوى التالت شمال حيفا وجنوب حيفا ثم منطقة جوجدان لهي تل أبيب الكبرى حزب الله بحرب الإسناد تعامل فقط مع الحاف وخمس كيلومتر ما بعد الحاف ما عدا بعض الاستثناءات قبل توساعة الحرب ما عدا بعض الاستثناءات النوعية ضرب قاعدة شراجة بالقرب من عكة تاعت جولاني وإيجوز ضرب طبرية ضرب أحياناً قواعد بالعمق بإيطار الرد على ضربات نوعية تعرض له بعد ذلك مع انطلاق العملية الكبرى أول عنوان نوع كبير قدموا من خلال الهدهد ثلاثة شمال حيفا جنوب حيفا ومدينة حيفا بالذات مثلاً قاعدة ستيلة مارينا البحرية التي قصفت بالأمس هي نقلة نوعية بأدوات الاستهداف قاعدة 7200 وهي قاعدة لوجستية جنوب حيفا صارت مستهدافة ثلاث مرات حتى الآن 8200 7200 قاعدة لوجستية غير 8200 بجليلوت تاعت وحدة أمان لهي وحدة التنصط التقن التابع للمخابرات العسكرية أمان 7200 قاعدة لوجستية للجيش هي جنوب حيفا 8200 على بعد كيلومتر ونص من تل أبيب يعني بضواحي تل أبيب هي اللي ضربها ردا على اغتيال القائد فؤاد شكر واللي سماحت السيد لازم نحكي عنها لنقول شو هي المسيرة التي استخدمت في هذا المسار بآخر عملية لأنه لنقول شو هي المسيرة فإذا حيفا جنوبا وشمالا بعدين رأى على المستوى الثالث هيدا المسار بتوزيع منهجي لمناطق الاستهداف اثنين وسائل الاستهداف ثلاثة الأهداف العسكرية حتى الآن لم يعلن حزب الله رسميا ولو ببيان واحد أنه قرر أن يستهدف المدنيين المستوطنين في كيان العدو لم يعلن وكل ما سقط من صواريخ في مناطق مدنية سواء بتل هشرون يعني حتى الأبيب أو بهرتسيليا أستاذ مارون أو بغيرها كان إما نتيجة صواريخ اعتراضية من العدو أو أن العدو حين يصيب الصاروخ البعيد المدى يحرف وجهته يعني قرار عدم استهداف المدنيين في كيان العدو لا زال ورقة يمكن أن نساوم عليها بإطار إعادة بناء قواعد الاشتباك وإعادة بناء الردع وهذه ورقة قوة إلى علاء بيروت وهلأ بإلك أنا لماذا توقف قصف الضاحية من يوم الخميس لهلأ وهون نحن بس مبيرحم بيرحم بعد فكرة أصلا لم يستهدف المطار بس لإلك ليش هكسر بالمطار لأن الصواريخ الثلاثة الباليستية البعيدة المدى وعشوائية الإطلاقات المضادة للحقة هالثلاث صواريخ من لما فاتوا على المجال الجوي لكيان العدو بلشوا فيهن ترق لهوا الصواريخ الثلاثة من نهارية من صفد من عكة من حيفا وصولا إلى جوشتران وهني نازلين فيهن ترق إذا ثلاث صواريخ عملوا هذا المستوى العشوائي من الإطلاقات من القبب الحديدية ومقلاع داود وحد ستنين وثلاثة فإذن كيان العدو بأدوات الاعتراض طيعته عم يربك شعبه عم يعيشه هالات الحلع بمستوى لا يقل عن فعل صواريخ المقاومة الثلاثة على هذا الأساس أستاذ مارون جبهة الصواريخ لحالة أعاد حزب الله ترتيب معايير الإطلاقات فيها تنويع الإطلاقات اختيار الأماكن بطريقة منظمة جدا وهذا الجزء بالذات أستاذ مارون لازال فيه الكثير من الأسرار والمفاجآت التي سنراها على الطريق ربطا بشو؟ بطول المعركة أستاذ مارون طويلة يعني عم تقولهم للناس أنه طويلة لا يفترض بالقائد العسكري لقاعد بغرفة العمليات أن يضع هذا الاعتبار كاحتمال أول حتى ثبوت العكس أنا مش عم أقول طويلة هلأ بقلك بموضوع تقييمي أنا وما أملكه من معلومات فإذن هيدا موضوع الصواريخ السيد مارون موضوع المسيرة موضوع المسيرة إذا بدنا نبللش بمسيرة بين يمين بالذات اللي هي طالت بهمنا نشرح تقنيا شو الفرق لأنه قيل أنه هذه المسيرة خدعت الدفاعات الجوية أطلقت صاروخ ورجعت انفجرت بالقاعدة ما حلم أنه لواء قولاني وأنه هذه مسيرة روسية هلأ أنا بذكرك خلي العالم ترجع للأرشيف خلال جبهة الإسنان تقريبا بالشهر السادس أو السابع بتطلع معنا هلأ على الهوى نفذت إحدى المسيرات غارة على مستوطنة المطل اللي هي على الحافة الحدودية مقابلك فركلة بالذات مستوطنة المطل بالمناسبة هي أول مستوطن مستوطن في الذاكرة الصهيونية في منطقة الشمال والجليل وبتبعد صفر عن الشي على الحد مباشرة يعني أنت وماري لما بتواجهك بوابة فاطمي بكفر كلا على الضف الأخرى مباشرة لمطل وهي نموذجية أول شي بحقول التفاح اللي فيها بمعمل توظيب الحمضيات أنت ونازل من كفر كلا على سهل الخيام باتجاه الخيام بصور هيدا المعمل عيمينك استعملت في إحدى العمليات مسيرة أعلن عنا حزب الله أطلقت صاروخ وبعد أن أطلقت الصاروخ انقذت على القاعد يومتها يعني شبيها سبق وأن أعلن عن وجود مسيرات تطلق صاروخ ثم تنتحر هي وتنفجر هي واحد تنين عم بيقول العدو هون عم بتكل على الإعلام الغربي والعدو أن مسيرة بن يمين هي صياد 107 منها الإرث الكبير جدا والمخزون الإيراني بيقول العدو أنه هذه مسيرة صغيرة بصمتها الرادارية بالكاترة جسمها غير مصنوع من المعدن الحرارة اللي بتطلع عن موتيرة ما بتسمح قد ما هي قليلة للرادارات كل أنه تشخصها قدرتها على الهبوط من علو مرتفع جدا إلى علو منخفض تقريبا فأسطح الأرض قبل انقذاذ على الهدف قدرة هائلة وبالتالي هي مارست هذا الأمر بعد ما قالوا هني شخصوها بمنطقة نهارية ورجعوا ضيعوها سقطوا وحدة بقولوا هني لكن حزب الله عمل هون أربع شغلات استاذ مارون بتعطيك انطباع أي مستوى من إعادة التحكم والسيطرة والقبض العملياتي على القدرة الهائلة على تنفيذ هكذا عمليات أي مستوى رجع له الحزب رأعطيك أمثلي أول شي هذا حدا قال للمسيرة روح استطلع الأهداف حينما هيدا فعل قام فيه فإذا سلاح الجو لدى الحزب سلاح المسيرات هلأ بقوله عم بضخمة سلاح الجو سلاح المسيرات في سلاح تاني بعد أن أحضرت الخرائط في حدا قرر يقول فلنختار هذه القاعد ثلاثة في حدا عارف بدقة موعد انتهاء الجولة الميدانية الدورية اللي عملوها بمنطقة هرتسيليا وعادوا ليكونوا في موعد العشاء في هذه القاعد هالعنوان التالت يعني هون عم بتقلي من النقطة التالتة أنه هناك عنصر بشري لعب دوري استخباراتي أكيد بالداخل الإسرائيلي أعطى معلومة لحزب الله أنه انتهت الجولة كمان حتى ما نعرض عضلات إما بشري وإما تقني يعني فيه مسيرات عم بترائب بالجو هذه الحركة الأمر الرابع استاذ مارون وهون المهم جدا أن قرار إرسال المسيرات كانوا تنتين أو تلاتة شيء ستخدم للإلهاء لتوصل التانية أو التالتي خامسا الرشقة الصاروخية التي سبقت لأنه هاي الرشقة الصاروخية ساهمت بإلهاء وسائل الاعتراض واستنفاذ قدرات أو حشوات فإذا في قائد للقوة الصاروخية مع قائد للمسيرات مع قائد للاستطلاع مع قائد باختيار الهدف حول يجتمعوا كلهم هو القوات فإذا في ركن في هيئة أركان عم نحكي عن أربع أذرع فإجباري في هيئة أركان عم تعطي أمر لهذه الأذرع الأربعة لكي تذهب كل وحد بهمتها هذا دليل لكل من يتابع تاريخ الجيوش إن المقاومة بجسد العسكري بألف خير أعادت بناء نفسه وتنظيم نفسه وأن الوصل الوصل بين أعلى رأس الهرم العسكري إلى أصغر عنصر على الجبهة هذا الوصل قائم وبالتالي تم تجاوز ضرر البيجرات وأجهزة الليسلكة والاتصال قائم في هذا الإطار الدليل هو القدرة على التحكم والتوجيه بالإطلاقات الصاروخية أنت عم تحكي أستاذ مارون عن مليوني إنسان نزلوا بنص ساعة على الملاجئ عن أكتر من 196 ضربة صفارات إنذار بوقت واحد بكيان العدو هيدا بخلينا نطرح سؤال من يعتقد أن سياسة التعاطي بالزمن الطويل مع قطاع غزة يمكن أن يتحملها العدو بنفس الآلية والزمن الطويل مع لبنان هو مشتبه وخاطئ بلشوا هني يقولوا إن واقع الجبهة بلبنان أصعب بكتير والتحديات أكبر في كتير عدد قتل العدو وخلصت أنا حتى أمس منذ بدأت العملية البرية عم بيحكي بأرقامه هو 16 أتيل 306 جرحة 16 أتيل 306 جرحة بشهر تشرين الأول اللي نحن فيه على كل الجبهات عدد الأتلة صار 39 وبعد فيه من هيدا الشهر 16 يوم أو 15 يوم نحن اليوم 15 تشرين أنا من خلال هاي الأرقام سواء بالنزوح نزوح عالم عم تترك حيفا حزب الله لأول مرة يستخدم قاعدة توجيه الإنذار لأسماء مستوطنات بعينها اخلوا اسمع المراسلين اسمع مراسلتكن انتو لهي وحدة من أهم المراسلين في تغطية هذا النزاع وأنا بوجه لتحية لمهنيتها أمالش حادي لمهنيتها أنا ما عم بيحكي أنه إسرائيل عدو ترك للعواطف على جنب المطلوب حد أدنى من مخاطبة العقل يا أخي ما بنى شي ما حلو الواحد يعيش حالة الانتشاء لأنه الغرب عم بيقول والإيكونوميست أول مبارح الإنجليزية عم تحكي عن مساحة النشوي والانتفاخ ندا لتنياهو وصل المنحن البياني عنده الإيكونوميست عم بتقول إلى الحد الأقصى وبدأ بالنزول بعد شو 27 أيلول حد الأقصى هاي إلنا 27 27 هول 10 أيام هذي لحظة النشوي والانتفاخ شو عم بيقولوله الغربيين أنه إذا لم تستثمر بالسياسة وبالإستراتيجية سريعا هذه النشوي وهذه الإنجازات بلش المنحن ينزل وبالتادي هذا الإنجاز آخذ بالتبدد أنا رحكمل معك ولكن رح نقرأ الخبر الرئيسة اللي ويرد هلأ خبر عاجل رئيسة وزراء إيطاليا نطلب نطالب بضمانات لسلامة جنودنا في الشرق الأوسط ونعتبر موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق هاي ميلوني هاي ميلوني متذكرة منيح اللي كان إلى فيديو بهالزمان عم بتهزق فيه ماكرون قبل ما تعمل رئيسة وزارة وهي عندها شخصيتها وعندها حضورها وتأثيرها والقوات الإيطالية باليونيفيل هي من القوات التي تعرضت للخطر باللي صار تحديدا بالقطاع الغربي وهون إذا بدنا نفوت من هذا الأمر على موضوع اليونيفيل بدنا نفوت على موضوع اليونيفيل بس قبل بدي أسألك إلى أي مدى حادثة المسيرة الأخيرة ممكن أن تفتح بهذا الجدار المقفل مجال للحل الدبلوماسي يعني أن يعيد نتنياهو حساباته خاصة إذا شفنا حادثة يعني إذا شفنا عملية نوعية تانية من هذا الحجم بيّن أنه نواجع الإسرائيلي فيها هي المعركة كلها إستاذ مارون هلأ هي معركة كي وعي وبالتالي نحن هم كانوا يعتقدون أنه باستشهاد سماحت السيد خلص وعي كوا فؤدة المصداقية فؤدة الثقة وبالتالي أضرب الآن في الخواصر الرخوي عم نحكي عن للأماني كمين عديسي بجولاني وبإيجوز هيدا 11 أتيل عندهم عم نحكي عن الضربة مسيرة بن يمين أربع خمس أحداث من هذا النمط بمعركة هلأد عم بيكون الصعود فيها للعدو وبنفس السرعة عم بيكون الهبوط للعدو وبالتالي خد شكل نتنياهو كوسيلة للتقييم السيد مارون لما بيكون منتشي وربحان بيطلع لابس بدلي وجرافات وجبشوش وفن استخدام للميديا ومصطلحات قهرية زجرية غرائزية تتحدث عن تغيير وج الشرق الأوسط هيدا نتنياهو المنتشي نتنياهو المهزوم فيك تشوفه بعض المسيرة فيك تشوفه بعض ضربات إيجوز وغولاني بعديسة بدون ربط عنق وج أسود متجهم يد ترتجف وهو يحمل الورقة مش هلأ وقت المسيرة كان حامل الورقة قبل وقت إيجوز خطاب متلعثم وكلمات سريعة يلقيها ثم يغادر ليش عطيتك هالوجان لإلك هالأد بسرعة ممكن تتغير الأمور في هذه الجبهة وبالتالي من ينظر لمعركة سنة وسنوات وللانتخابات الإسرائيلية خلم جانين أنا بعطيك بس عيت الشعب مبارح ثلاث مركاظة بعد الظهر انضربوا وراء بعضهم بالحي الغربي بعيثة وبالتالي المقاومة متلهفة لاندفاع العدو إلى العمق السيد مارون الفيديوهات اللي عم بيطلعها جيش العدو أول شيء كلها عم بتصير بزوم صغيرة بغرث مغلقة بمنظر أسلحة أصبح ممجوج بقرى لا يعلن عن أسماء ولا تحديد للمكان اللي عم بيكون فيها قاري وهذا دليل فيديو العلم مثلا بمارون الراس وغيرها سيحطر أطعك دكتور بازي بدروه على السرائل الحكومي لنستمع لكلمة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبعا المشاكل كبيرة جدا إنما يبقى الأمل هو الأساس الشعب اللبناني مرأ بمراحل صعبة وبزروف صعبة بس أكيد هذه الأيام هي قد تكون من الأصعب أهم شيء أن نحافظ على الوحدة الوطنية تبعنا نحن كلبنانيين ضل متضامنين متكافلين طبعا الأساس هو وقف العدوان وقف إطلاق النار إنما كمان فيه موضوع آخر متى ما هالشي صار وإن شاء الله بيصير قريبا نعود كلنا إلى هذه الدولة هذه الدولة اللي بتجمعنا ومن هون بدو يبلش العلاج طبعا يعني دائما المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية إنما ما بعد هذا الشيء تبقى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية التغيرات نتلع منشوفها هلأ بمجتمع اللبناني هي شغلة أساسية بدنا نعالجها الحاجات الكبيرة الإمكانيات قليلة إنما بالتكافل والتضامن ممكن نقدر نوصل وهون دور المجلس الاقتصادي حكينا مع دولة الرئيس سيكون لنا دور أكبر مع هيئة الإغاثة ومع هيئة الطوارئ لحتى نقدر ننقلهم حاجات الناس وطلبات الناس خاصة المجتمع المدني المنظم اللي هو موجود بالمجلس الاقتصادي لحتى كل هالمساعدات اللي عم تجي تكون موجهة إلى مستحقيها واللي هني بحاجة لإله طبعا المرحلة التانية هي أنه نذهب إلى مساعدات نحن بحاجة لإله المساعدات اللي عم تجي هلأ منا كلها يعني عم بتكون صائبة يمكن نحن تنظيم هذا الوضع طبعا مش لأنه شايفين أنه سيطول إنما دايما من باب الاحتياط إلى ما هو أسوأ هيدا الدور لازم نعمله بس دائما نقول وأنه نكرر نبقى موحدين في لبنان نرعى بعضنا بيظل في هذه الروح الوطنية اللي بنا نحافظ عليها وأكيد لبنان ما بيقدر إلا أنه يرجع ينهض والأيام الجاية بتكون أيام أحسن من هالأيام شكرا إذن مشاهدين الكرام استمعنا إلى كلمة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد من السراء الحكومي بعد لقاءه رئيس الحكومي حكومة تصريف الأعمال نجيب مياتي حقيقة بس تعليق صغير أستاذ مرون رئيس الحكومي للأمانة أنا بدي أحكي وأيضا بحيادي مفرطة عم بيقدي دور كبير بتحمل أعباء هذه اللحظة هو مجلس الوزراء كلنا بنعرف أي واقع للدولة ومؤسساتها في هذه اللحظة عم بيقاتلوا باللحم الحي وبنفس الوقت هلأ رايع على مؤتمر بـ 24-25 رح يترقصوا هو والرئيس ماكرون وغوتيرش الوزارة الخارجية الفرنسية ماكرون رح يترقصوا والرئيس مياتي والأمين العام للأمين المتحدة ماخذ معه وافد في وزير الخارجية وفي قائد الجيش وفي الوزير المعني بالمساعدات وزير البيئة اللي هو رئيس اللجني ناصر ياسين وآخرين الرئيس مياتي بزيارته العمان ولقاءه الملك الأردني مبارح سعى لمحاولة البحث عن عناصر طمأنة من شخصية مثل الملك الأردني معني بتداعيات الأحداث الخطيرة التي تجري بالمنطقة وبالتالي حقيقة بحركته هو وبتعاونه مع الرئيس بره وبظل الثوابت الثلاث الحاكمي والمتبنات وقف إطلاق النار أولاً 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 وحط قد ما بدك نقاط لما بعد وقف إطلاق النار هو المدخل الحاكم الأساسي ليوم عشية سيبادر الوزير بوريل وزير الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مساءًا للاتصال بالرئيس بره وجرى تنصيق هذا الاتصال اللي بده يصير مساءًا لوجستياً أيضاً وزير خارجية إيطاليا سيزور بيروت وهلأ أنت عم تحكي عم ميلوني خلال الأيام القليلة القادمة بيرح اتصال استاذ مارون بن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطر والرئيس بري كانت تطابق فيه كامل بكل العناوين المتبنات هيدا المستوى من الحراك مع حركة الرئيس مئاتي باتجاه الدول العربية وذهابه الآن إلى بيريس بفرجيك أنه الدولة لا تألو جهداً وتقدم بمنهجية شو بدني بالحكي السياسي اللي بينحكى لغايات وحسابات ضيقة الدولة مش عم بتأصر أبداً بأن تقوم بما يجب أن تقوم به بدي أحكي جزئية عن الموقف الفرنسي والموقف الأمريكان الفرنسيين موقف أقرب بكثير للموقف اللبناني لكن قدرتهم على التأثير أقل اتصال ماكرون ببنيمين نتنياهو كان اتصال عاصف ووصل الأمر بنتنياهو الآن الذي يقود العالم والذي يتموضع بمنطقة أعلى من أمريكا وأعلى من مجلس الأمن الآن الذي يستبد بهذه المعمورة وبقيمة وأخلاءة هو نتنياهو حكومة اليمن سجل أستاذ مارون منظومة القيم الغربي كلها ستتعرض لأضرار جسيمي ما بعد انتهاء هذه الحرب كل الخطاب الأخلاقي والقانوني والإنساني والديبلوماسي تعرض لضربات بالصميم ولم يعد يصلح لقيادة العالم المحاضرات اللي كانوا يعطون إياها حوضة 23 شهيد بأيتو استزمارون حج على هذا العالم الظالم حج هؤلاء الضحايا المظلومين المظلومين بأيتو واللي العالم صارت عم تحكي عن الزلم اللي إيجا مش عم تحكي عن أصل الجريمة عم قول العالم مش عم هون عم بيحكي الكرة الأرضية وعلى هذا الأساس استزماروني الموقف الأمريكاني بكل أسف هو موقف مغطي بالكامل للجريمة المرتكبة شو بدك باللي بينقال غرهاك والأمريكان غادر أمس آخر زيارة لقيله عتل أبيب التنين العملية بلشت صباح الثلاثاء نتبه الاستدارة باتجاه لبنان غادر التنين العملية بلشت التلاتة رح أقل لك معلومة تانية استزمارون حينما حدثت الغارة على مكان السيد حسن نصر الله شو كانوا عم يسألوا الأمريكان كانوا بدوا يتأكدوا أن السيد هاشم صفي الدين راح مع السيد نصر الله ما ضبطت معهم يومتها للأسف رجعت صارت الغارة الشهيرة يوم الخميس على منطقة المريج تلاتي وهون ربط لي إياها بكلام السفيرة أنه انتبهوا لحظة ما بعد حزب الله قادمة أمر رابع وربطة باغتيال الحجوة فيه أو محاولة اغتياله إذا كانت صحيحة طبعا نحن عم نناقش الوقائع مدام ليس هناك رسميا ما يؤكد ذلك كمان هون أمر مهم داخل إدارة بايدن الآفلة واللي بخمسة عشر واحد بعشرين واحد بنودعها غير آسفين عليها حيث أكثر رئيس صهيونية بتاريخ أمريكا وهو يفتخر بذلك بالمناسبة داخل إدارة بايدن فيه انقسام حول مقاربة الملف في اللبناني وأنا عم بحكي على الالبي سي هلا بلينكين فتح تليفونين تليفون مع رئيس الحكومة تليفون أربعين دقيقة عصرا مع رئيس مجلس النواب بلينكين ما صار فيه جديد بالاتصالين سوى أنه كل طرف كرر المواقف اللي بيداولها طلع أموس على الالبي سي بالليل سحب وجوف كل اتصالي بلينكين الاتنين وهيدا دليل على الصراع القائم بين الخارجية الأمريكية وبين كون أموس بيعتبر أنه الملف اللبناني هو ملفه حصرا وما بيقبل الفرنسيين يفوتولوا على هذا الملف بينما بلينكين ما عنده مانع أنه يعطي لفرنسا ولو دور صغير رفيع بقلب الإطباق الأمريكي على الملف اللبناني هيدا الوقائع أنا عم قل لك ياها لقل لك شو السيد مهرون العالم كلها ناطرة بده تسمع عم بتدور على بصيص بصيص أمل بلخ إطلاق النور ولو شوية نور بآخر هذا النفق المظلم شوية نور ونحن عم ندعي للوحدة اللبنانية بالحد الأدنى لتخلص هالجريمة ويرجعوا النازحين إذا قدر لهؤلاء النازحين أن يعودوا إلى منازلهم إذا قدر لأنه الأصل له علاقة بثبوط المقاومة على الأرض وليس بالالف وسبعمية واحد شو بدك بها المزحى استاذ مهرون بيقولوا أول مؤتمر عملوه المعارضة كان عنوانه الالف وسبعمية واحد جيبتاني مؤتمر وحطت الصورة بس صورنا خمسطعش تسعة وخمسين الف وسبعمية واحد ستعش تمانين لماذا تغير العنوان والمؤتمر صار بنفس المكان ونفس الجهة الداعية بس مستوى الحضور انخفض يعني مبيرح الدكتور جعجع سفقوا على الهواء للنائب نعمة فريم اضطر يبعث توضيع على الهواء ووطى راسه أمام السفقة يعني وطاله قال له بتمون يعني أنا مش عم بيخلق وقائع من عندي علما انه الناعب فؤاد مخزومي اجل عودته من الخارج حتى ما يجي يشارك بالمؤتمر وعلما انه الرئيس أميني جميل هو عم يحكي مع سارج مسؤول الإعلام قال له خلاص بنبعت ابن الخوري اللي هو بعثناه المرة الماضية هذا السقف بكفي يعني عم بعطيك أمثلة لإلا كثر تفلته ما بين المؤتمر الأول والمؤتمر التاني لأنه ما بدون يسلموا بالسقف السياسي للدكتور جعجع في هذه اللحظة والأهم بإطلالة مبارح للدكتور جعجع هو أنه سحب إيده بشكل غير مباشر وغير رسمي من مسألة ترجيح جوزيف عون عم بيقول له بعد قمرشحه قال له لا لا إذا هلأ لما طرحناه نحنا بنعرف عنه مناقبيته وأداءه بالمؤسسة أما إذا بننا نعشه كرئيس أو كمشروع رئيس هوني بدأ حكي تاني القصة وهون المعطى المهم الأساسي عم بيحكي سياسي أنا على هذا الأساس دعوة الوزير باسيل على الدوحة ويمكن أنا حكيت أنا وياك فيها هي محاولة إضافية أبعد من الدوحة لوضع فرصة على الطاولة اسمه جوزيف عون مرشح طوافقي يبدو أنه هذا الأمر دونه أكثر من عقبات سنائة دونها شو وضع السنائة مع العماد جوزيف عون؟ أنا برأيي يعني تنتفي عن العماد جوزيف عون صفة التوافق لهي محطوطة معياريا كمدخل لشخصية الرئيس القادم تنتفي صفة التوافق لأنه لك على الأقل ثلاث أطراف تحجب عنه إعطاء هذه الصفة هي الطيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل على الأقل أنا سياسيا عم أدر الموقف بهذا الشكل وبهذه الطريقة دكتور بزي رحكمل معك ولكن رح اضطر اطلع لعند نايف درويش على علي النهري موجود بمنطقة علي النهري زميلنا نايف درويش ويبدو في غارة بهذه المنطقة يعطيك العافية نايف شو صاير عندك بعالي النهري؟ يعطيك العافية مارون المشهد بعالي النهري هي بيختلف عن المشهد مبارح بالليل مبارح بالليل قرابة الوحدة ونص شنت القائرات الحربية غارات عبلدة علي النهري ودمرت متجر وسوبر ماركت ومحل حلويات ببلدة علي النهري رح جرب بعد بالصورة وتشوف حجم الضمار اللي صار ببلدة علي النهري هاو منازل سكنية مقابل محل السوبر ماركت اللي تم استهدافها مواطنين تركوا منازلون وهلأ فرق الانقاز والأشغال ببلدية علي النهري عم تشغل تتباعد الانقاذ من وسط طريق لإعادة فتحه متماع متشوف بالصورة هيدا المكان المستهدف هو كينية عن سوبر ماركت ومحل حلويات كان ذلك الأمر استهدف واتضررت المدافن في بلدة رياء وتطاير الأجزاء منها والمنازل السكنية دمرت وتضررت بفعل الغارة مثل ما انك شايف هاي منازل هاي المبنى مقلب من أربع طبقات من أربع طبقات تضرر كله كذلك الأمر تحت المنزل هناك بقايا لمعدات كهربائية محل مخصص للمعدات الكهربائية بلدة علي النهري هاي مش أول مرة اللي بتشهد فيها غارات وإنما بلغ عدد الغارات اللي تستهدف بلدة علي النهري فوق العشرين غارة منذ اندلاع الحرب رغم ذلك هناك عملية نزوح تنبت من بلدة علي النهري إلا أن هناك هناك من بقية داخل البلدة ليحافظوا على أرزائهم وعلى منازلهم مارون شكرا لألك الزميل نيف درويش كنت معنا من منطقة علي النهري وانتبهوا على حالكم أنت وكل الزملاء الموجودين على الأرض دكتور بزي كنا عم نحكي عن حظوظ العماد جوزيف عون بالرئاسة لتلي يعني ثلاث أطراف لا تنطبق عليه صفة المرشح التوافقي ليش ثلاث أطراف بيرفضوه طيار الوطن الحر حزب الله حركة أمل صح على الأقل هلأ الاستاذ سليمان فرنجي بإطار المناورة السياسية كمرشح أساسي موجود حب أنه يعتبر هو خياره يتجه إذا بداش تكون الفرصة لإله باتجاه العماد جوزيف عون هو عنده تقييمه وحقه كطرف سياسي أن يقول الأمور مثل ما هو بيأمن فيها وبيتبنيها نحن بنا نكون مرينين هلأ احترمنا وجهة نظر الدكتور جعاجع مثل ما عبر عننا بالمقابة لأمس وبالتالي باعتقادي أنا هذا السعي الحثيث الأمريكي والسعودي لأن يكون العماد جوزيف عون هو مرشح اللحظة السياسية الحالية اللحظة الأمنية السياسية الحالية لعنوانا إضعاف حضور حزب الله بالحياة السياسية وضع مساحة بين الجيش والمقاومة مساحة بعيدة جدا وضرب عرى العلاقة التاريخية التي كانت تربط بينهما والتطبيق الانتقائي للتدابير التي يراد لها أن تكون أنا رحكي لك معلومة بسياء ما يجري تداوله بالخفاء أرسل العدو الإسرائيلي وعن بحكي معلومة عبر قنوات غير مباشرة لجهات لبنانية لجهات لبنانية رسالة عبر قنوات معتمدة دولية هذه القنوات أنه هو يفوت خمس كيلومتر فلتبتعد الدولة بكل أجهزتها ولتبتعد قوات الطوارئ مش ثلاثة خمس كيلو وهذا الأمر محدد بالخرائط وهناك خط أرسل لإلنا عن المدى الذي سيدخل إليه على الخريطة محدد الخط استاذ مارون من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بمزارع شبهة وإنه هو بده يفوت ينظف هذا المنطق خمس كيلومتر عم تحكي أنت من النقورة لمزارع شبهة صح بعمق خمس كيلو بعمق خمس كيلو كيلو عم قل لك محدد على الخريطة عم بيقول بهاي الرسالة غير المباشرة العدو أنا بدي فوت دمر البنية التحتية اللي عاملها الحزب أنفاق هو عم بيقول إنشاءات تحت أرضية بنى عسكرية فوق الأرض وأنهي كل ما هو موجود في قلب هذه الجغرافية ثم أنسحب وأسلمكم المنطق عم تسمع؟ مين قال إنه البنى التحتية هي بس فقط بهذه الخمس كيلومتر أنا عم قل لك هيدا العرض طبعا الدولة اللبنانية لا تسمح لنفسها بأن تقبل هكذا عروض وبقلب هذا العرض الذي أرسل طلب من قوات الطوارئ أن تغادر منطقة الخمس كيلومتر أكتر من هكي أستاذ معروض طلب من الجيش اللبناني مغادرة منطقة الخمس كيلومتر هون نحن عم نحكي وقائح حاكمة وبكل أسف بكل أسف أنا بدي أحكي أنا ابن منطقة حدودية وجود زابط مخابرات الجيش في القضاء الذي أنتمي إليه ضمانة ضمانة أمان خاصة أنه كان فيه ناس على الآن بالمستشفى الحكومي ببنت جبال ونظم الجيش شاكرا إخراجه لهذه الناس منذ أيام لكن بكل أسف الضابط الأمني المسؤول عن منطقة بنت جبال ما بعرف إذا صدفة أو الله مش صدفة رجع من بنت جبال مش عتبنين رجع عكفر دونين إذا بتروح تقس المسافة بل حدود وكفر دونين النقطة اللي قاعد فيها الضابط تطلع بالصدفة خمسة كيلومتر استزمار دكتور بزي رح كمل معك ولكن رح اضطر ارجع مرة تانية على آيتو يبدو في تطور بعملية انتشال الجسس من تحت الأنقاض بيترا أبو حيدر موجودة بآيتو شو اللي صاير بيترا عم بيقولولي بالرجيء أنه هناك جسط طفل تم انتشالها بهالأثناء يمكن هذا هو المستحدث من الغارة استاذ مارون مارون نعم نحن انتقلنا في هذه الأثناء إلى زاوية أخرى من هذا المحيط المحيط المنزل المستهدف يوم أمس بآيتو بداية سأبدأ من المشهد خلفي كما سابق وذكرت في الرسائل السابقة هناك خمسة منازل تضررت بشكل يعني نسبيا إذا جاز التعبير هذا واحد من المنازل الذي تضرر وهو تابع لشقيق لعلوان صاحب المنزل المستهدف بشكل أساسي والذي سوية أرضا كما بات معلوما في هذه الأثناء الجيش اللبناني موجود على الأرض القوى الأمنية أيضا وعدد من أهالي المنطقة وأيضا هناك جرفة تتعمل لرفع الركام من هذا المنزل وبالتوازي أيضا فرق الصليب الأحمر اللبناني موجودة على الأرض منذ بعض الوقت أتت فرق الصليب الأحمر اللبناني بناء على خبر وصلها إلى أنه مازال هناك عدد من الأشلاء موجودة على الأرض وعدد من الجثمين ومنذ بعض الوقت الصليب الأحمر انتشل جثة أحد الأطفال وهم أطفال طفل رضيع كان في داخل هذه الشاحنة التي نراها أمامنا تم انتشال جثمان وهو وضع في هذا الحقيبة البلاستيكية التي نراها أيضا بعدسة الزميل المصور أيضا هناك عدد من الأشلاء التي الصليب الأحمر يعمل على جمعها في هذه الأثناء بالتعاون طبعا مع الجيش اللبناني والقواء الأمنية الموجودة في المكان إذن هذا هو المستجد مارون فيما يتعلق يعني ربما هناك عدد بعض من الأشلاء الموجودة ولم يعني يحسم الرقم النهائي للشهداء الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء ولكن إذا أردنا الحديث عن الصورة أمامنا يعني من هذه الزاوية مارون تتبين فعلا حجم الكبير لهذه الغارة وما خلفته على المنازل المجاورة وعلى السيارات مارون أكثر من عشر سيارات تضررت بشكل كامل رح نقرب أنا وزميلي جورج لنشوف كمان مشاهد أخرى من هذه السيارات المتضررة أكثر من عشر سيارات عدد كبير جدا يعني ثلاثة منهم عائدة لصاحب المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر أما السيارات الأخرى فهي تابعة أو تعود لأشقائه الذين أيضا تضررت منازلهم عم نشوف أيضا منزل شقيقه الآخر أمامنا على الشمال المتضرر أيضا بشكل كامل الجيش اللبناني في هذه الأثناء يطلب مننا التراجع بعد الشيء لأنه يتم أيضا تفحص السيارات وجمع الأغراض الخاصة بمالكي هذه السيارات يقوم أيضا بربما إذا فينا نبرم الكاميرا جورج الصاليب الأحمر أيضا هنا في هذه المشاهد التي نراها يقترب من عدد من السيارات بعد تبليغه من قبل الجيش أنه ربما هناك بعض عدد من الأشلاء الموجودة على الأرض لانتشال هذه الأشلاء والبحث عن مزيد منها عم بيشيلوا شو أوكي يعني نحن يعني مارون بطبيعة الحال يعني بسبب يعني الإجراءات الأمنية وأن الجيش موجود على الأرض والقواء الأمنية لا يسمح لنا بتصوير كل هذه التفاصيل ولكن نحن سنوافقكم بالمشهد الذي نراه أمامنا الجيش اللبناني والقواء الأمنية وصليب الأحمر يقومون بانتشال طبعا عدد إضافي من الأشلاء كما تم انتشال منذ بعض الوقت جثمان يعود لطفل رضيع من داخل إحدى الشاحنات المركونة في المكان هنا مارون يعني على ما يبدو أن هناك أعداد إضافية من الأشلاء العدد لم يتوقف عند 23 يعني كان العدد النهائي صباحا اليوم بحسب ما أفادنا الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني الأستاذ جورشك الثاني كان العدد ما يقارب أو العدد كان 23 شهيد بين أطفال ونساء ورجال وكبار في السن وعدد الجرحة كانت كان 6 جرحة لكن في هذه الأثناء ارتفع عدد الشهداء إلى 24 مع انتشال جثمان الطفل منذ بعض الوقت وأيضا يتم انتشال عدد إضافي من الأشلاء سنتأكد طبعا وزارة الصحة تقوم بفحصات الديان اي لهذه الأشلاء لتتأكد لمن تعود إذن مارون هذه هي الصورة دخلنا نرجع نشوف زميلنا جورج سمحولنا بعض الشيء نرجع نبرم الكاميرا الصليب الأحمر والقوى الأمنية والجيش اللبناني إذن ما زالوا في المكان شكرا لألك بيترا أبو حيدر ويعطيك العافية أنت والزمارة تطاير هذه الشظايا نعم نعم مارون شكرا لألك بيترا أبو حيدر على هذه الرسالة قبل ما أكمل معك دكتور بازي رح سروع على منطقة الكارنتينا في زميلتنا يارا درغام يبدو موجودة بالكارنتينا مع مجموعة من يلي عم بيساعدوا عبر حصص غزائية يارا درغام شو صاير عندك؟ صباح الخير مارون لألك والجميع المشاهدين بظل كل شي صعب عم نقطع فيه بلبنان بظل فيه مبادارات حلوة وحلو نضوي عليها إن كان انطلقت أو نشأت بظل هذه الأزمة أو أصلاً بلشت من فترة وتحديداً مثلاً مطرح ما نحنا موجودين أنا والزميل بول بوعون بمطبخ بريم هالمطبخ اللي انطلق بتماني قاب من بعد انفجار أربعة قاب انفجار المرفأ وهالمطبخ بلش شوي شوي مع الأب هانيته وزوجته وعدد من المتطوعين يلي أكيد كبر عددهم صاروا عائلة كبيرة بيأمنوا الحاجات الأساسية وتحديداً المأكل يعني الغداء لعدد كبير من الناس إن كامل المنطقة أو لجمعيات عم تجي تيخذ من عندهم نحنا عم نفرجيكم شوي صورة الأشخاص اللي بيجوا على المكان اللي يكونوا عم يتغدوا ورح نفرجيكم أيضاً المطبخ بالداخل مع الأبونا بيرهاني وكل المتطوعين اللي عم بيشتغلوا معه عم نشوف الأكل اللي محضر أبونا أهلا يا أويك نحنا اليوم عم نخبر عن مطبخ مريم شوي قد ما فينا يعني بمختصر بس حابين نضوع على العمل اللي عم تقوموا فيه على المتطوعين عم بيشتغلوا عددهم كتير كبير وقريت يمكن أنتوا بعض بحاجة يمكن لمتطوعين إذا فيك تخبرنا أكتر عن المبادرة اللي عم تقوموا فيها واليوم بوقت في كتير أشخاص تهجر من ما نزلهم وما عندهم يمكن ناس تقف حدهم وتدعمهم كيف عم بتأمنوا هالواجبات ما تهجروا تطروا يتركوا بيوتهم منهم مهجرين هاودي بقلب وطنهم هاودي إخوة لقلنا تطروا أنه يتركوا بيوتهم بسبب هالظروف الآسمي وبسبب هالتعدي الوحشي اللي عم بيصير عليهم إن كان بالجنوب وإن كان بالضاحية وإن كان بكل لبنان ولكن هاودي مستضفين عنا بقلب بيوتنا نحن مطبخ مريم هو مبادرة بلشت بعد تفجير بيروت الآسم بأربع آب 2020 نحن بلشنا تماني آب وبلشنا على الطريق بطنجرة صغيرة بطنجرة كبيرة كنا نفكرينها كبيرة بس قدامة ناجر اليوم هي كاسرولة يعني وانطلقت المبادرة وأنهينا لـ 2020 بأنه نوزع حوالي 250 صحن 2021 600 صحن 222 800 صحن 23 ألف صحن وبلشنا لـ 2024 بها البناء الجديدي اللي شايفتي بدعم كتير كبير من فوندسيون سي أم آ سي جي أم يلي دعمتنا بشكل كتير كبير بالكونستركشن واليوم هي الداعم الأساسي لألنا بموضوع 3500 صحن يلي عم نطبخهن اليوم طرينا نطلع 3500 بعد هالمقاسات يلي عم بيمر فيها شعبنا مطبخ مريم بيمتاز بشغلتين أول شغلة أي إنسان مهما كان من وين ما كان كيف ما كان بيفوت لهون بيحقله ياكل ويطلب قد ما بده ويزيل قد ما بده هادي أول جزء تاني جزء أي إنسان بيقف على هذا الباب هون بيجيب طنجرته بيجيب بالتبرويل بيحقله ياخد لعائلته بيحقله ياخد لبيته قد ما كان إذا بيقل لي عنده عشرة بالبيت بياخد عشرة بورسيون إذا عنده خمسطعش بياخد خمسطعش عشرين منذ ما نسأل لا عن لونه لا عن جنسيته لا عن شكله لا عن إيمانه لا عن ديانته لا عن وطنيته أي إنسان مهما كان من وين ما كان كيف ما كان بيحقله يجي لهون وياخد نحنا مناخدهم الإنسان والإنسان فقط حتى الجمعيات حتى الجمعيات حتى الجمعيات تيجي بتاخد من عندنا وهي نحنا أخدنا قرار على نفسنا نحنا ما نروح نوزع لأنه هذا شيء كتير كتير بيوجع الناس وبيوجعنا نحنا لأنه نحنا منطبخ نحنا منعمل كل هذا الجهد في جمعيات هي قوية بتقدر تروح توزع للناس أنا ما بقدر أطلع بعينين الناس الموجوعة وعينين الناس لها الأدية عن جد اقتلعت من أرضها اقتلعت من حياتها جزء من هويتها جزء من تاريخها جزء من حالتها جزء من الكينونة تبعها تركته بضياعها وتركته بمطرحها اللي هي اضطرت أنه تترك مشان هيك منستقبل بشكل كتير كبير منحب بشكل كتير كبير مطبخنا مفتوح لكل الناس من دون أي استثناء إن كانوا لبنانيين أو سوريين أو فلسطينيين أو سودانيين أو مصاروي أو أي إنسان أو حتى أجانب غني وفقير صغير وكبير أي إنسان بيحقل له يجي من دون أي تمييز ولا إنساني ولا عنصري ولا أي شي واثنين مين ما طلب مننا نحنا عم نكون حاضرين كليا عم نكون حاضرين يمكن ما عم نقدر نلبي الكل بس حسب ما بتقول ستي قال له وما تقطعه يعني من دال عم نعطي بشكل أنه الكل يكون عم بيوصل لهم من مطبخنا ونحنا باسم الرب نستعمل أحسن أنواع موجودة بالسوق يعني أحسن أنواع الماكرونة أحسن أنواع الرز أحسن أنواع الخضرة أحسن أنواع اللحمة والجاج لحتى نكون عم نطبخ لأولادنا لأنه هاو دي أولادنا يلي عم نطبخ لهم بتقدمو لكم مجانا من قبل أشخاص أو أنتو بتشترون عم شوف بس كمان نعطي فكرة للنس بحب تساعد نحنا الكبيرة المصاري اجت من من في كتير ناس طيبين كمان وفي كتير أشخاص لا يتوافقون سياسيا مع حزب الله أو مع المقاومة أو مع الحرب كلها سواء بس بيجوا باسمه الرب يعني بيجوا بينزلوا كميون خضرة كميون مواد غزائية كمية لحم اليوم كمية جبنة كتير كبيرة كمية إشياء بيجيبوها بيقول لي أبونا يمكن أنا مني قدر روح بس أنا متعاطف معهم إنسانيا بيجوا بيحطوا الغراض وبيفلوا يعني هاو دي الناس إذا بخبرك كمية الدونيشن الصغيرة من ألفين لثلاثة آلاف دولار لخمسمية لمية لميتان من ناس ما كنتي بتحلمي إنه هؤلاء يضامنوا معنا بهذه الأزمة عم بيتضامنوا معنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار هل أدي في ناس عم بتتضامن معنا أدي أحد المتطوعين بالمطبخ يوميا بتشتغلوا بتحضروا غدا فقط وحسب معرفة كذا نوع غدا صحيح نحنا 13 واحد سبتين عنا ثلاثة من بيناتهم هني عندهم صعوبات يعني صعوبات على صعيد النطق على صعيد الجسد على صعيد البقية سبتين كلهم سوا وعنا شفتي هالمتطوعين كل يوم بيجينا متطوعين أوقات طلاب جامعيين أوقات جمعيات أوقات خاصة الجمعيات الكنسية بشكل كتير كبير عم بتيجي لعنا طلاع والفرسان والكشاف كل هولي عم بيجوا بشكل رائع جدا يعني أنا بعرف كتير ناس نسوين عم بيطبخوا ببيوتهم في ناس عم بيقسموا لقمة الخبز في ناس عم بيقسموا صندوق التفاح ما بخبر الكمية التفاح اللي تقدمتلي من بشري بالزيت للمستضفين ما بحب بقلو النازحين للمستضفين بقلب بيوتنا كمية اللحم اللي تقدمت كمية الجيش كمية هالاشياء كلها سوا شي بيفرح القلب من مال بغصة كتير كبيرة بس بيفرح قلبك إنه اللبنانيين هن حالة وحدة وقت الحقيقة بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية السطحية يلي بيفوتوا فيها هيدا نوع من غنى ولكن بالحالة الحقيقية الحقيقية كلهم بيشروا مع بعضهم البعض وبيوقفوا مع بعضهم البعض أبونا الله يقويكم ويخليكم بهيدا الهمة ومرون يعني نحنا جربنا نقول قد ما فينا هالصورة الحلوة يلي عن جد بتمثل الشعب اللبناني وبتشبه الشعب اللبناني ومثل ما عم نشوف بكذا منطقة بلبنان ومع كذا جماعة عم تشتغل على الأرض أنه اليوم الإنسان بهذه الظروف حتى تخيل الإنسان لو شو ما كان جنسيته دينه عرقه كل انتماءاته ولكن بيبقى إنسان يبيشبه التاني إنسان لازم يكون عم بيساعده ويقف حده شكرا لألك يا رادر غام على هيدا الرسالة ويعطي العافية للأبونا هو وكل فريق العمل على هيدا هيدا المشهد التضامن الكبير دكتور بزي بدك تعلق على مشهد الكارانتينا وعلى مشهد آيتو هذا الأبونا استاذ مارون ولأنه أبونا ولأنه ينتمي إلى الصليل لأنه ينتمي إلى الصليل يجب يجب أن يكون نموذج يحتذى لمنظومة الأخلاء والقيم التي يجب أن نتوسى بها ونعتمدها لأنه هاي هي الروح الحقيقية مش اللي بتختصر المشهد الإنساني المشهد السياسي استاذ مارون لأنه هاي دي هي الروح الحقيقية التي تجمع بين الناس مش أحد نواب صغرتها لطلع مبارح على كتف ظهر حادثة آيتو ليتشفى بسليمان فرنجي لمفترض أنه منافسه السياسي والرئاسي ويعطي ذريعة للعدو ويبرر الجريمة للأسف للأسف استاذ مارون وهيدا منتهى الخصة بالخطاب السياسي وخلينا نذكر لهيدا النائب لهوي ابن صغرته حتى تعرفوا الناس منيح أنه العدو لم يتبنى العملية رسميا ولم يعلن عن الهدف الذي كان يسعى إليه ويمكن هيدا الطفل اللي هلأ كشفته وضوت عليه مراسلتكم يا استاذ ميشيل هيدا هو يبدو الهدف الحقيقي للغارة هاي الغارة هي عار على كل داعمي جمعيتك بالولايات المتحدة والمتبنيين لها لأن هؤلاء هم القتل الحقيقيون اللي عم يرسلوا وسائل القتل بشكل رسمي وعم يعطوا الشرعي والغطاء لهذه الجريبة المرتكبة هؤلاء نازحين أبرياء التجعوا إلى هذه الجغرافية وعندهم أمل بأهله ولا يريدون أن يجيبوا لأهله الوجع ومش صحيح أنه كان فيه هدف أمن أدى إلى ما جرى بكل أسف استاذ مارون دكتور بزي بما تبقل أقلنا من وقت بعد معنا حوالي تسعة دقائق بدي أسألك عن تشييع السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله متى أين وكيف حقيقة استاذ مارون أنا يعني بموضوع التشييع سبقه وأجبتك أنا بالمرة الماضية لكن في مجموعة من الأسباب التي أدت الآن إلى تأجيل هذا التشييع السبب الأول أنه ارتقى حزب الله بظل الحرب المستعرة القائمة أنه يجب على التشييع أن يكون لائق بصاحب المناسب اللي إلو عشرات ومئات ملايين المحبين على مستوى المعمورة ولأنه شخصية استثنائية حفرت بتاريخنا على مدى أكتر من ثلاثة عقود ونصف ولأنه هذا التشييع والمقام الذي يجب أن يقام حيث سيدفن الرجل يراد له أن يكون مقام استثنائي جرى البحث عن مكان خاص قطعة أرض كبيرة وتقريبا تم الوصول إلى هذا الهدف وأنجز الأمر لذلك مع نهاية الحرب لأوزارها وإنجاز كل الترتيبات لإتمام هذه العملية بالمستوى الذي يجب أن تكون فيه تم دفن سماحة السيد وديعة بموجب الشرع الإسلامي في أحد الأمكنة على أن تجري كل هذه المراسم لإلى علاقة بالحضور لإلى علاقة بالمكان لإلى علاقة بالمقام العالي وبالتالي هذه يجب أن تكون مأثرة لا تجري إلا للصالحين الذين يقربون من أن يكونوا أولياء في هذه الدنيا بالضاحية الجنوبية هذا المقام بالضاحية الجنوبية وليس بأي مكان آخر في أمر أخير كنت أنا حابب أحكي لك عنه بإطار النقاش لصار من الحلقة زميلنا العزيز وخينا الإستاذ حسان أيوب كان كشف بلقاء إعلامي من يومين معلومي عن لقاء صار ببروكسل بين الناتو ومن أحد ممثلين نتنياهو الذي شارك بالاجتماع جرى مناقشة سيناريوهات إلى علاقة بواقع العملية العسكرية الإستاذ حسان حكى ملمح في هذا الإطار وأنا بدي اتوسع بهذا الملمح النقاش لأنه حكيت عن الإيكونوميست التي أشارت إلى هذا الأمر والإستاذ حسان أشره أيضا نوجه له تحية لصديق إلى إستاذ حسان أيوم نحن كمان إستاذ حسان حكى أنه قيادة الناتو الأمريكيين والغربيين تناقشوا مع ممثل نتنياهو في أفق هذه العملية وأنا هون عم بتوسع توسع إضافة بالمعلومة جاوب مندوب نتنياهو أن أفق هذه العملية الزمني قد يكون ستة أشهر هذا أول أمر وهذا لم يقل قبل ذلك الأمر الثاني استاذ مارون أنه قالوا له أنك قد تبدد ذروة الإنجاز بالخط البياني بعد استشهاد السيد نصر الله وبالتالي اذهب للاستثمار بالإنجاز الاستراتيجي الآن وليس مع مخاطر أن يبدأ المنحن البياني بالنزول وبالمناسبة إجت هواجسهم بمحلة ومنهم الأمريكان بدأ المنحن البياني بالنزول بقوة بالمسيرة بالعجز البر بالإطلاقات الصاروخية بالتحكم والسيطرة الأمر الثالث أن الأمريكيين أكدوا بالاجتماع أنه هن مغطيين العملية العسكرية ولما حكى ممثل نتنياهو عن تحقيق الأهداف سألوا الأمريكان ما هي هذه الأهداف لم يكن لديه جواب محدد وضقيق للأهداف المتوخات في هذه العملية هذا نموذج لإرباك نتنياهو وحكومته عن حقيقية الأهداف المرادة هل يريدون نصق التلال الثماني على الحافة أم يريدون التلاتي أو الخمس كيلومتر هل يريدون الليطاني أم يريدون اجتياح واسع أربع فرق منهكة لجيش العدو منتشري على الحافة الستة وتلاتين والتمانة وتسعين وفرقة الجليل والمية وستة وأربعين هؤلاء يتلقون ضربات قاسية والأيقون هي لواء جولاني والضرب القاسي التي تلقى دكتور بزي بعد معنا ديئة يعني الحوار معك ممتع وبدنا ثلاث ساعات ما بنخلص بس بعد معي ديئة قبل ما أخذ زميلة إدمون ساسين ونروح على فاصل موجه له تحية لإدمون أكيد لأله ولكل الزمن اللي موجودين على الأرض سؤال مصير السيد هاشم صفي الدين هل لا يزال مجهول؟ أكيد الأطباق الناري اللي عمله العدو على مبنى المريجي من بعد الغارة ومنع فيه فرق الإسعاف من أنه تتوجه على المنطقة بعده لا يزال سيري؟ هني سازمارون منذ توقف الغارات على الضاحية منذ يوم الخميس الماضي عمليا لم يعد يسمع وجود لمسيرات في الأجواء لكن رسميا كان العدو أبلغنا عبر القوم المتحدة ما قبل الخميس أنه مستمر بالمنع الناري للإقتراب من الأنقاذ الموجودة بمنطقة المريجي ما بعرف إذا ممكن نعتبر هذا الهدوء فرصة لبدء العمل بالأنقاذ للوصول إلى حقيقة ما جرى بالغارة بس أنا كمان هون بحب أختم معك بمعلومة أن الأمريكي حاول أن يغوينا وأن يغرينا بأنه خلينا نروح على خفض تصعيد بمناطق معينة ونترك مناطق أخرى خارج خفض التصعيد هذا الموقف الرسمي اللبناني لم يستدرج لم يستدرج إلى هكذا سيناريو من خفض تصعيد في مناطق معينة منا بيروت والضاحي ليش لم يستدرج لأنه اعتبر أي تجاوب مع هكذا منطق هو إعطاء شرعي للعدوان على الجنوب والمناطق الأخرى المستهدفة لذلك بعد موضوع الأنقاذ بالمراجي وحسم مصير السيد هاشم فعليا وشرعيا مؤجل حتى الوصول إلى منطق رسمي حول مآلات هذا البحث وما سيؤدي إليه بس الجنرال قآني اليوم ظهر بإيران عم يستقبل جنازة الجنرال نيل جروشان بمطار تهران وبالتالي أصبح قآني خارج السردية التأويلية لموضوع ارتباطه بمصير السيد هاشم صفي الدين وهيدي قصة جديدة دخلت على المصار التشويقي لهذا الحدث دكتور واسين بزي الكاتب والباحث السياسي شكرا لك على هذه الحلقة شكرا على كل القراءات على كل الأبحاث اللي بتعملها قبل ما تجي نحن بنعرف أنه قديش بتحضر لتطلع الحلقة معك هل قد غنية هيدا المنبر منبرك ودايما أنت من أهل البيت أهلا وسهلا فيك